برحب بكم في المحاضرة الرابعة من فلسلة أسفيات البحث العلني مقدمة من معمل علماء مصر محاضرة النهاردة نساء الله تكون بعنوان أخلاقيات البحث العلني ونكون معنا دكتورة منال عطية علشان تجاوغ على أسئلكم أحب في الأول أقدم دكتورة منال دكتورة منال حاصلة على الدكتوراه عام 2010 من كلية الزراع خاصة تكنولوجيا المبيدات جامعة سكندرية الجزء عملي من أبحاث الدكتوراه كان في جامعة كاليفونيا دكتورة منال زميلة برنامج مؤسسة فورد الدولية وحاليا تعمل كباحثة بالمعمل المركزي للمبيدات بمركز البحث الزراعية إن شاء الله دكتور منال هتجاوب على أسئلكم اللي انتو طرحتوها قبل كامل يخصوكم محاضرة دكتور منال السلام عليكم عليكم كرام سمين حضرتك يا دكتور طب حد سميني أو سمين حضرتك سمين طيب أول سؤال كريم كريم بيسأل بيقول معروف إن لو حد اقتبس من حد وما كتبهوش فيها مشكلة طب ماذا لو أضاف أبحاث لأشخاص وهي اللي تفيد البحث بمعنى يزود شهرة بحثه يزود شهرة هذا البحث ما الأضرار التي يمكن أن تقع عليه وبصراحة سؤال كريم أنا مش عارفة إنت تقصد إنك هتضيف البحث في المانسكريبت بتاعك في البيبر ولا هتضيف اسم البحث فأنا هقول لو أنت بتضيف البحث بتاعه أو بتاخد منه معلومات بتضيفها لبحثك وهي ملهاش علاقة بشغلك فده يعني حينتبت النهاية إنه الكتابة بتاعتك هتكون رديئة ويمكن الرفيورز يرفضوا البيبر بتاعتك لأنه ممكن يستشعروا أنت مش فاهم أنت بتكتب إيه جماعة تانية الناس بتشتكيم الصوت في حد سمعني طيب؟ أي حد سمعني يقول لو سبحت؟ في حد بيقول الصوت ممتاز وأنا هعتمد على ده وكمل مش علاقة بشغلك كنوع كده من الدكور أو الحشو فده في النهاية هيطلع إن انت بتكتب حاجة مش فاهمها الرفيورز ممكن يحسوا إن انت يا مقلف يعني مش فاهم انت بتعمل إيه فالبيبر يبقى فرصة نشرها ضعيفة جدا إنما لو انت بتقصد بها إنك تحط اسم حد ما اشتركش في البحث علشان يعني كنوع من الدكور أو ترفع قيمة البحث بتاعك فده يعني غير مقبول أخلاقيا ويعني يعني احنا هنا يمكن في مصر بنسمعه كتير وبنعمله ناس بتعمله كنوع من المجاملة ونوع من المساعدة وحاجات كده كتير يعني احنا يمكن اللي في مصر بيشوفها لكن ده مش مقبول يعني مش مقبول إطلاقا ده بيسموه الجسد أسر وأعتقد إنه يعني يمكن انت سمعته عن داخل المحاضر السؤال الثاني الكريم بيقول هل تحميل الكتب والأبحاث اللي فيها حقوق ملكية للاستخدام الشخصي في مجملها تتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي يعني المفروض يشتري كل الكتب والبيبرز بصراحة كريم ده موضوع كبير قوي احنا هنا في مصر عندنا مشكلة إنه الإمكانيات مش محدودة الإمكانيات محدودة وغير متاحة حتى الجماعات أو بعض الجماعات ما بتوفرش حتى أكساس للداتا بيزيز والمكتبات لكن هقول لك حاجة أنت ممكن تلاقي الأوبر ريسورس كتيرة قوي أونلاين ممكن تقرأ كتب أونلاين ممكن تستعين في المجموعات اللي بتساعد اللي بتبعت يعني اتبعت لها تقول لهم أنا محتاج البيبر دي فيساعدوك تحصل عليها وممكن قوي تستعين بحد بره في أي جامعة بره ممكن تطلب منه إنه يبعت لك البيبر أنا شخصيا كنت بقى أعمل كده يعني مجرد حد من الزمل لا محتاج بحس فأنت بيبقى عندك أكساس للمكتبة وليجل إن أنت تطلع على الأبحاث فممكن تبعت له وتعمله ده ولود لواحد من الأبحاث أو حاجة زي كده إنه بقى القسطة إيه أخلاقية والكلام ده كله هو ده حاصل في العالم كله إنه الناس بتاخد الحاجات بطرق غير شرعية ولكن دي حاجة ترجع لقئمك أكتر يعني السؤال الثاني عندنا محمد محمد يقول علشان أمشر كويس يبقى لازم يكون شغلي دقيق ونتيجي دقيقة طب أنا شايف إن ده صعب في مصر وأنا مش قادر أرفزه لأن الأجهزة المتاحة عندنا في الجامعات قديمة والمخرجات بتاعتها مش دقيقة ده حتاج معالجات كتير وفي النهاية ده كله بيأثر على جودة النتائج أنا عندي أفكار كتير ولكن لأستطيع تنفذها بس المشكلات دي في النهاية كل ده هيأثر على النشر أو معنى تاني حتى لو نشرت مش هتبقى في مجلات عالية آآ أنا باستنى اليوم اللي خلص فيه ماجستيرا علشان أطلع برا لأن برا هلاقي كل الإمكانيات اللي عايزها ده مش صعب إحنا بالبحث مش عارفة يعني آآ المهم محمد هنا بيتكلم عن موضوع مهم جدا آآ موضوع الأجهزة اللي متاحة عندنا وإمكانياتها الضعيفة ويمكن آآ عدم إتحتها معظم الوقت يعني أحيانا بتبقى فيه أجهزة موجودة لكن متاحة للبعض ومش متاحة للبعض الآخر آآ وبعدين إحنا كلنا هذا الرجل يعني إحنا كلنا في مصر بنعاني من الموضوع ده آآ الأجهزة ممكن حتى تفضل في العلب بتاعيتها لأنها عهدة شخص معين وتفضل حتى زي ما جات ما بتستخدمش لمجرد أنها عهدته فبيرى أن هو يتحكم فيها بشكل حتى ولو كان سيء يعني آآ لكن عموما عشان أنا ما ضيعش بقى في الكلام في وصف حالة كلنا عايشينها آآ كفاءة الأجهزة ودقتها دي بتكون واحد من العوامل اللي ممكن تأثر على نتائجك مش كلها آآ يعني أنا مش عارفة إيه طبيعة تقولك لكن خليني أكلم عن حاجة اسمها أو المعايرة آآ الأجهزة المفروض بتعمل لها صيانة وتخضع لعمليات معايرة علشان أقدر استخدمها آآ خلينا أقولك مثال بسيط قوي أنا أنا عندي آآ عندي مثلا جهاز باستخدمه في شغلي اسمه مايكرو أبلوكيت هو حاجة بسيطة جداً بتمكني إن أنا طبق كميات محددة من المواد السمة على الحشرة في مكان معين وبطريقة معين الجهاز دا في سيرنج آآ 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 إزاز آآ آآ آآ這ألى فمرة كسرت فدورنا أن احنا نلاقي الأوريجنال بتاعته مش لقينها حل ايه دا؟ حل ايه أنا حل ينا توقف عن الشغل باقي نستنى منجيب جهاز جديد ولا هنعمل ايه؟ كان الحل بسيط جداً إن احنا نستخدم أي سيرنج آآ آآ أو آآ ونعمل لها كليبيريشن بمجرد ان احنا هنعمل لها كليبيريشن بالزقبق وحن نعدل النتاج بتاعتنا بالفرق يعني مثلا المفروض ان هي تديني واحد ماكرو ليتر بالضبط على الحشب. اما انا عملت القياسات والكاليبريشن بتاعتي اللي قيتها بتادي واحد وواحد من عشرة مثلا. مع ان هو كان اقلم من كده. ففيها مش بسيط تعديل. فقدر اطراحه او ازبطه من النتاج. الحاجة التانية ان انا دايما او اللي انا فهمه في شغلي ان انا دايما يبقى عندي مجموعة كنترول او المقارنات. اه الكنترول انا مش متابعة الشيات للأسف فمش عارفة ايه اللي بيحصل يعني بس. اه المقارنات او الكنترول انت دايما هنفترض انك مثلا اه شغلك على تطوير موتور العربية انه هو يستهلك كمية اقل من الوقود. فانت بتعمل شغلك وبتعمل قياساتك على المنتج اللي انت طورته وبتقرنه نفس القياسات بتعملها على المنتج الاصلي اللي ما تمش تطويره. فاللي بيهمك هنا انك تشوف الكفاءة بتاعت الموتور او الكمية الوقود اللي بيحرقوا قلت بنسبة ايه. فهو غالبا يعني مقطة الفروق في القياسات الدقيقة دي ما بتكونش هي المؤثر الشديد. ثانيا انت انت بتنشر وانت مثلا تكتب البوزيشن بتاعك انك في جامعة مصرية. معروف مدى الامكانيات بتاعتك فمش يبقى مطلوب منك انك توصل لحاجة خارقة يعني. الحاجة التانية انك تدور على حد عنده الجهاز ده او عنده الاجهزة الاكتر ضدقة. وتعمل معاه كلابريشن يعني حتى يكون مهتمة بالموضوع اللي انت بتشتغل فيه. سواء جوا مصر او حتى برا مصر يعني انت ممكن تشتغل للمستوى معين وتحصل على نتائج مبشرة شوية في شغلك. وتبدأ تراسل الناس وتعمل معاهم تعاون. لان انا عايز اجي اشتغل عندكم الجزء ده لان مش متاح له اجهزة في مصر عندي او في المؤسسة اللي انا بشتغل فيها وهكذا. اعتقد ان انا كده يعني ايه. اه اتمنى ان انت تكون كده يعني اه وصلت الحاجة من اللي انا قلته. اه فيه كمان حاجة انت او انت بتقول انك عايز تنشر في سايينس او في نيتشر. اه ان شاء الله توصل لده يعني باذن الله يا ربنا يكرمك. بس اه مش معنى كده انه اي بحث بنشره في اي مكان هو بحث اللي قيمة له يعني. اكيد هو البحث بيجرف قيمة حتى ولو انت شايفها صغيرة. اولا عشان تنشر في المجلات دي لازم يعني تبقى عامل عالية جدا. واحتمال كمان تكون تخصصك بعيد شوية. ممكن فيه مجلات متخصصة اكتر. لو نشرت فيها شغلك الناس اللي بتشترك في مجالك تشوفه اكتر. وتستفيد منه اكتر. البحث يعني النشرت ياخد وقت والكلام ده بس يعني. ما عرفش بلاش تحطي يعني هدفك انا لازم انشر في التوب بيبر والكلام ده. اه انشر يعني وستحسن انك تدور على بيبر كويسة. بس الاهم ان انت تعمل حاجة فعلا يستفيد منها الناس اللي بتشتغل في بحثك وتطور عليها. والناس تقراها يعني انت ممكن تنشر في مجلة كويسة جدا. بس محدش يقراك كلام اللي انت نشره لو هو ملوش. السؤال اللي بعد كده عندي آية آية حمدي بتقول وانا طالب ماجستير. المفروض انشر في جورنال وفي المحاضرة قال ان المفروض ما بعدش لاكتر من واحد في نفس الوقت. طب ما هو لو كان واحد ممكن ياخد ست شهور مثلا او ثلاثة لرفيو. في الاخر ما يقبلش البحث التاعي والمشرف التاعي عايزني اخلص انشر المفروض اعمل ايه عشان مضيعش وقت الماجستير. اه انا من صحكيش انك ابدا تبعتي في اكتر من مكان. في كل بحث هتلاقي كده في البحث فوق مكتوب ريسيفد وجنبها تاريخ واكسبتت وجنبها تاريخ. واحيانا كمان بيبقى فيه تاريخ ريفايز. يعني احيان بيبقى فيه ثلاثة تواريخ. فهتشوفي اكتر اه اكتر جورنال مثلا فيه فرق قليل بين الريسيفد والاكسبتت. وتبعت لهم لانه 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 وقت هنا يمكن يفرق معاك. كمان لو انت بتدوري على نشر وخلاص انا عايزة اخلص الدرجة بقى وانهي والكلام ده. اه وده واقع في مصر يعني فيه مجلات في الكليات او مجلات في الجامعيات اللي موجودة في الكليات. المجلات دي بتبقى محلية. وبيبقى فيها النشر اصلا شوال. يعني اه ممكن تروحي للمجلات دي. اللي انصحك دي انك تروحي للمجلات دي وتسأليهم. اقرب عدد ممكن انزل فيه فيبر امتى. فهتلاقي فيه تفاوت. فيه واحد يقولك هاتي ده انا عندي عدد هايزهر الشهر الجاي بعتيلي الفيبر. فديه طريقة. بس يعني النقطة انو الفيبر دي بتبقى محلية جدا. يمكن اللي بيقروها مثلا الناس اللي في كلياتك. وبتبقاش موجودة اونلاين. فلو انت بتدوري على نشر حسن السي في بداعتك. لو انت نوية تكملي برا. او او يبقى لك اتصال بقى بالناس اللي بتعمل ساينس بجد يعني. فدوري على مجلة كويسة. القرر يكي انت اللي بتفضلي بقى بين الوقت وبين الوالتي بتاعة المجلة اللي هتنشر فيها. انما تبعتي المكانين فدي عملية رسية. وانا شايف ان هي يعني هي مش اخلاقية وما نعملهاش عشان نعدي الامور يعني. عشان ما نتعودش كمان على كده. وفي الاخر برضو عارفة في النشر لما بيكون طالب بينشر في الماجستير دايما بيبقى القرار الكبير للمشرف. وانحنا عارفين في مصر الموضوع بيمشي ازاي يعني. بالنسبة لطلاب جامعة اسكندرية بالذات. يعني مش عارفة فيه ناس كتير تعرف الموضوع دا ولا لا. هو فيه في جامعة اسكندرية القرار دا يمكن من الترم اللي فات او اللي قبله. القرار دا بيقول انه لو الطالب نشر بحث طالب الماجستير. نشر بحث في بي ريفيو جورنال يعني بحث في مجلة انترناشنال يعني بالمفهوم بتاعنا. بيتم اعفاؤه من كتابة الرسالة. كتابة المالسكريفت بتاع الفي سيدنا. اه وبيحصل على الدرجة العلمية. طبعا بيكون كمل كل المتطلبات الاخرى. الكورسيز والكلام دا كله. وبالنسبة للدكتورات لو نشر بحثين بالطريقة دي بيعفى من كتابة الرسالة. اه ممكن الناس تستاهنين يعني ايه طبعا انا اللي هخليني اكتب بيبر اكتب رسالة. العملية مش كده. كتابة الرسالة بتاخد وقت فعلا ومراجعتها بتاخد وقت. ويعني كونك ان انت تعفى من كتابتها فدا تأثيري للوقت. وكونك ان انت يعني بتدفع لان انت تكون انشور في مجال كويس. ويتبقى البيبر بتاعتك منشورة في بيريو جورنل. فده لمصلحتك اكثر. فانا انصح يعني نصيحة الشخصية ان لو في طالب بيشتغل شغله. يحاول ان هو يبدأ يفكر في ناس شروف في مجلة كويسة. اه كلام دا بجامعة اسكندرية انا ما عرفش بقيت الجامعات ايه اخبارها يعني. بس اللي ان انا اتصالي في جامعة اسكندرية فده اللي انا اعرفه. اه. تمام كده احنا عندنا سؤال اللي بعد كده. معلش انا دلوقتي محتاجة ابص بس سؤال اللي بعد كده ايه. آآ 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 بتقول آآ آآ سؤالي في نقطة ذكر الريفرانس. لو انا قرأت كلمة من اي بحث فدتني. وكانت بسيطة جملة بسيطة. لابد من ذكر اني آآ استدليت بالكلام بتاعي منها في بحثي. ولكن مع كسرة البحث والقراءة هيبقى عندي كلمية مهولة من الارحاس لازم اكتبها. لابد من ذكرهم كلهم وحتى اللي فدتني بكلمتين. بس العدد صح كده ام هناك معايير معينة لاختيار ما استرشدت به في مقالي. آآ انا مش عارف ازاي كلمتين يعني او جملة بسيطة. هو في الغالب اللي انت بتخديه بيكون آآ فكرة اكتر مهومة يعني. يعني حد بيوصف حاجة حد بوصل للداتا معينة او النتائج معينة. اوصل لنقطة معينة في البحث بتاعك فده لازم انت بتسكوري. سواء انت بقى عملتي وما كتبتوش في بين علامتين تنصيص او لو اخدتيه بين علامتين تنصيص. لازم تسكوري ريفرنس. بعد ما بتكتبي الجملة بتاعته او البراجراف بتاعته بتكتبي ريفرنس. كلمة او كلمتين دي انا مش مستوعباها بصراحة. آآ العدد ايه؟ فيه جورنالز بتحدد العدد بتاع الريفرنس. ساعتها انت ممكن هنا تبقي ايه؟ يعني فيه مثلا ريفيو بيجيب كذا يعني كذا معلومة مش معلومة واحدة. فانت ممكن ترجع لي ريفيو ده بدل ما ترجعي لتلاتة اربعة بيبرس مثلا. آآ الرسالة بقى لو انت بتكتبي رسالة ما بتتقيديش بمجموعة آآ ريفرنس. فده اللي انا يعني مش عارفة انا كده وقتك ولا لأ بس آآ انا مش مستوعب احكيات كلمتين اخدهم يعني. آآ مصطفى مصطفى بيقول هو فيه مناشة هنا عن 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 النشر في جامعة اسكندرية. القرار ده موجود ومفاعل على الاقل في كلية الزراعة جامعة اسكندرية. انا ما عرفش الفروع الاخرى بقى ولا كلية زراعة الشاطئ. ما عرفش الحاجات التانية اي اخبارها. آآ مصطفى بيقول ممكن بعد النشر اطلب تعديل شيء معين اكتشفت انه فيه خطأ. او عملت كابي. آآ لازم اكتب اسم البحث والباحث. وكل المعلومات بعد المقولة مباشرة ولا ممكن مع المراجع. طيب آآ مصطفى النشر بيبقى حاجة نهائية. معنى انه فيه جورنال طلع عدد ده حاجة نهائية. ما عرفش يعني ايه طلعت حاجة غلط. هل مثلا انت عملت تجربة تانية آآ وطلعتك نتائج مغيرة او مخالفة. لو في الحالة دي انت ممكن تنشر بحث تاني خالص. ان انت آآ البحث الاول مثلا خلاص تهى ونشرته وكان فيه معلومات معينة. او وصلت النتائج معينة. آآ وبعدين لما عملت تجارب اخرى. ممكن تجارب اكتر او قياسات مختلفة او ظهرت حاجة جديدة. ممكن بتعمل بحث تاني. هتناقش فيه بقى نتائج البحث الاولاني. وترجع له وتكتب ان شرط البحث ده. وكانت النتائج فيه كذا كذا. ولانا كنت تستخدم الطرق مثلا بلا بلا بلا. فانا لما لجأت للطرق التانية كانت النتائج بالشكل الفلاني. والاستنتاج بتاعي ممكن يكون كذا. فده يعتبر بحث تاني. مش هتقدر ترجع تقول له اصل البحث. البحث هصلح فيه حاجة. اما بقى لو كانت حكاية ان انت نسيت تكتب حاجة. ولا اكتشفت ان انت كاتب حاجة من النتائج غلط. فده يعني. ما اعتقدش ان هو وارد. لان البحث عشان يتنشر بيمر بمراحل كتير قوي ومراجعة. وانت بترجعه. والاسترز اللي معك بيراجعوه. والاسترز اللي معك بيراجعوه. ما اعرفش حكاية الخطأ دي تجي منين. الا اذا زي ما قلتلك. لو انت غلط حاجة جزء تاني. واضح اكتر. غير الداتا. وطفر بقيا. لو عملت كوبي. لازم اكتب اسم البحث والباحث. وكل المعلومات بعد المقولة. مباشرة ولا في الاخر. الكلام ده انت بتكتب جنب المقولة او البراجراف او الجمل اللي انت اخدتها. بتكتب بس اسم الباحث وسنة النشر بتاعته. او بتكتب رقم الرفرنس. وبترجع تكتب الكلام ده خالص في الجزء بتاع الرفرنس. مش لازم ان انت تكتب لي كل التفاصيل في. يعني بس الاسم وسنة النشر. مثلا فلان سنة كذا. او فلان اي تالت سنة كذا. وبترجع وراء خالص في الرفرنس في اخر البحث. بتكتب لي البحث مين الاسر بتوع كلهم. واسم عنوان البحث والمكان بتاع النشر بتاعه وهكذا. رشا بتقول لنا انا مش عارفة انا سريعة ولا انتم تبعين معايا ولا ايه الاخبار. ايه الاخبار يا شباب. تمام. رشا بتسأل في موضوع عدم تعدد النشر. المفروض اعمل ساب متل بحثي في مكان واحد. لو تم رفضه اعمل في مكان اخر وهكذا. برغم من الموضوع تنافسي بمعنى انه ممكن في تلك الفترة ينشر بس اخر في نفس موضوع بحثي. مع ان بحثي له الاسباقية في العمل ما رأيكم في تلك الحالة. هو موضوع التنافس ده وارد سواء انت نشرت الاول لو وديتي بحثي بسرعة وديتي في اكتر من مكان هو وارد. لكن التطابق يعني نسبته تكاد تكون يعني مش عارفة ضعيفة جدا. لانه حتى لو انت بتشتغلي في افس الموضوع فانت دايما بتوصلي لحاجة وباسلوب مختلف عن غيرك. انت مهما كان التوارض الافكار يعني او بتدريسي نفس الفكرة. لو دخلت اي معمل مثلا مع مشرف ولقيت معانا اربعة طلاب. هتبعي كده ايه? ايه ده شكل المواضيع قريبة اللي بيشتغلوا فيها. ولكن في النهاية بتلاقي ان كل واحد مطلع افكار ونتائج وشيء مختلف عن الموضوع ده. فكل واحد لو جهت نظره. فحكاية التطابق انه يطلع بقى البحث بتاعك شبه واحد تاني دي يعني احتمالها ضعيف جدا. الا اذا لو كانت حاجة بقى يعني واو لسه مكتشفة اكتشاف جديد جدا جدا جدا. ما حدش وصل له ابدا. ولسوء الحظ في حد تاني عمله ونشره قبله. فدي برضو. ولو ان برضو ان هي يعني احتمالها ضعيف جدا. انت بتبعتي لمكان واحد زي ما تفعله. هو كمان الحد اللي يمكن بدأ في الشغل بعدك هيعمل نفس الامور. فهيمشي بنفس الخطوات. فما تتوقعيش انه سبقني. ما بالرغم انه هو مخلص بعدي فهينشر قبله. ما اعتقدش ان ده يحصل. سؤالها التانية بتقول في قواعد التأليف هل من حق المشرف على رسالة الباحث نشر البحث باسمه فقط؟ اه. المشكلة دي يعني ايه؟ هي مشكلة اخلاقية جديدة يعني. اه. وممكن تلاقيها بتحصل في مصر. كتير. كتير يمكن كلنا شفنا يعني الكلام ده. اه. انه المشرف احيانا حتى لو بعد ما الطالب خلص كده يروح مطلع فيبر واتنين وحطت اسمه واسم حبايبه او اسم ناس عايز جاملها. اه. بلاش نبص للامور السلبية دي. هو مش من حقه. طالما حد اشتغل في البحث لازم اسمه يبقى موجود على البحث. والطالب المفروض ان اسم اولا هو اكتر حد اشتغل في البحث. المفروض كمان يبقى اسمه الفيرست اوتي. اه. ايه اللي بيحصل بقى على ارض الواقع في مصر فاحنا عندنا حاجات كتير في مصر ظروفها يعني مع نفسها. فبلاش نركز عليها. المهم ان انت او انت لما ان شاء الله كده تبقى مشرف يعني تراعي ربنا بقى في الطلبة اللي عندك يعني. فحالة نشر البحث باسم المشرف واسم الباحث. هل من اخلاقيات البحث ان يكتب اسم صاحب المجهود الاكبر اولا ام صاحب الدرجة العلمية الاعلى. اه الدرجة العلمية الاعلى جعلني بس في مصر. يعني ايه يعني دلوقتي اه اه انا بشتغل مع مشرف. اه بروفيسور كدير وهو صاحب المعمل وهو حتى يعني جيرانت من عنده كل حاجة. بس انا اللي شغل بايدي. وانا الوقت في المعمل 24 ساعة باشتغل. وانا اكتبت الفيبر وهو رجع همية وكل حاجة ويمكن كان فيه من حاجة التاني وهكذا. فاسمي انا كطالب هيتحط نمرة واحدة. نمرة اثنين بقى هيجي المنتر بتاعي ومن ثانية شاركت في البحث وهكذا حسب نسبة مشاركتني. اخر واحد خالص بيتحط بيبقى البروفيسور اللي هو اكبر درجة علمية اللي احنا بنقول عليه يعني. اللي هو الاستاذ. ده في العالم كله او اللي انا عرفه عن العالم يعني. احتمال يكون فيه في العالم حاجة ما عرفهاش. لكن عندنا في مصر الامور ماشية بالعكس. بتلاقي المشرف هو اول واحد عشان هو الكبير بتاعنا. وبعدين بقى الطالب ممكن يدحرجوه ان شاء الله يحطوه اخر واحد على البيتور. طبعا ده مش صح. ومش عادل. يا ربنا المستعيل بقى يعني. في المواضيع دي الكلام فيها يطول يعني. اه نادا نادا بتسأل بتقول كان عندي اسئلة في نقطة تقطيع البحث. طب لو كان البحث بتاعي ليه تطبيق فاكتر من مجال. بمعنى اه بمعنى اه بمعنى احسن كل جزء من وجهة نظري ممكن يفيد في مجال معين. ينفع قطعه وابعة لكل مجال الجزء اللي يفيده. ولا لو اه طلب ايه الحل الحاجة زي ايه دي. طيب. اه انت عارفتي من المحاضرة ان تجزيل داتا ده هو هو حاجة غير اطلاقية. اه لكن اه لكن لو انا عندي داتا. اه يعني هخليني اضرب مسأل عشان نحاول يعني الامر يبقى واضح شوية. اه تحلى مصر اه. بلاش نتكلم عن مصر جمع عشان عارفة. اه كمل. اه اه خليني اضربلك مثال يا ندا. لو أنا مثلا بشتغل على بحضر مركب معين معين دواء باستخلصه من نبات معين عملية الاستخلاص دي وأنا باستخلص بتطلع لي شوية مثلا إيه مركبات كتير وبعدين أنا فصلت المركب ده ودي عمليات طويلة يعني فصلت المركب ده وتعرفت على تركيبه الكيناوي ونقيته وكل الحاجات دي وقع عندي المركب كده بيو اللي ده اللي بعمله في الأول ده بحس شغال معي بقى خدت المركب ده وأنا أصلا مستخلصه علشان أشوف تأثيره على نوع معين من الكنسر مثلا وروح تشوف تأثيره على على الكرام اللي فيها الكنسر ده الكنسر ولقيت له نتائج وطلعت ديته ومعرفش إيه لحد كده أنا ممكن أنشور فيبر جميلة جدا تمام؟ نشرت الفيبر فيها طريقة الاستخلاص والتنقية والتعرف على المركب والتأثيرات بتاعته على نوع السرطان اللي أنا بختبره طب لو هو في نفس الوقت بقى جايته بيأصر على مرة ثانية أو على مثلا نقول على نبات مثلا على فطر بيصيب نبات أو بيسبب ضرر للنبات أو على حشرة أو على واتفر حاجة تانية خالص ساعتها هنا أنا من حق يأخذ وأعمل تجربة على الحاجة التانية خالص دي وفي الغالب هيبقى معاك حد تاني من المجال اللي انت هتشتغلي فيه ده مثلا سيب تشوفي تأثيره على الفطريات اللي بتصيب النبات ساعتها يكون معاك حد من أمراض نبات مثلا حد من من مجال تاني خالص في الحالة دي هتنشري هتنشري إيه بقى هتنشري بحس تاني بس هتنشري إيه هتنشري من الأول خالص من أول ما استخلصت المركب لأ هتنشري التأثيرات الجديدة اللي انت اختبرتيها على الكائن التاني وهترجعي بالنسبة للاتخلاص المركب كلام ده كله هتقولي هترجعي كريفرنس للبيبر بتاعك فما بيبقاش ده اسمه تقطيع للداتا يعني مثلا أنا كمان ممكن أوصل لشيء معين وممكن يتطبق في مجالات كتير أنا ممكن أذكر ده في الكونكلوجين مش لازم أعمل كل ده أنا في الغالب هعمل تطبيق بالنقطة البحثية بتاعتي بس فمجرد أن أنا بحط حتى في الكونكلوجين بتاعتي أو في الصالة جسمان بتاعتي اللي هي تبصيات في الآخر أنه المركب ده كمان ممكن ينفع في كذا وكذا وكذا وهيفدني في كذا ففي النهاية يبقى عندي توصيات ممكن بحسين تانين بعدية بيشتغلوا في المجالات المختلفة دي يقدروا يستفيدوا مني تمام كده يا نادا طيب نادا كمان بتقول في حاجة بالنسبة لنقطة النشر المفروض كده أننا نبعث لجورنال واحد ونستنى الرد ماشي ما ينفعش نبعث لغير وهكذا احنا أنا جاوبت على الموضوع ده لا الكلام كلكم بتسألوا فيه أن أنا أبعث لأكتر من جورنال احنا لفقنا أنه أكتر من جورنال ده يعني اهضم التفضل كمان لأنه أنت لو هتتبعي مع أكتر من جورنال إلا إذا ولو أن برضو الحكاية دي أنا ما بحبزهاش أن أنا بعدت وأول ما جاتني من جورنال معين أروح بعد بقى لكل الجورنال تانية أعتذر لها وأقول إن أنا شرطه في الجورنال الفلاني ولو إن ده برضو أنا شايفه مش محبت يعني دعاء بتسأل هل لدينا بمصر قوانين تحكم أخلاقيات البحث العلمي؟ إحنا عندنا في مصر قوانين لكل حاجة إيه اللي بيتنفذ؟ ما عربش على أقل كيف كل جامعة حاجة اسمها يعني أعتقد فيه ليحة وفيه قوانين وإيه لو حتى المفروض الباحث أو المعيد أو الطالب يعني فيه مشاكل في بحثه وكلام ده كله المفروض يعمل إيه ده أعتقد إنه موجود في معظم الجامعات ومعظم المراكز البحثية في الليحة بتاعتهم والكلام ده وقانون تنظيم الجامعات لكن إيه اللي بينفذ وإيه اللي بيحصل اللي بيحصل لحاجة تانية خالص دايما كل حاجة في مصر بتحصل في سياق لوحدها فإحنا لو تكلمنا عن مصر هنتكلم لبكرة يعني الطالب حتى هنا لما بيبقى واقع في مشكلة يلجأ للجامعة أو يلجأ لكلية بتاعته دايما ما بيلايش حد يقفص صفه ودايما مهما كان عضو هائة التدريس غلطان في الغالب بينصر عضو هائة التدريس على الطالب أو دي غالب الحالات يعني ربما يكون حد بقى شاف حالات بينصفوا فيها الطالب ممكن تلاوها بس نادرة جدا دعاء كمان بتسأل فيه اختراع حالات الأبحاث هندسية تم مخلفة أخلاق البحث العلمي فيها هو مجال الهندسة مش بتاعي بس ممكن أنت لو دورت على الانترنت توصلي لحاجة أو لو سألت الناس اللي بتشاهل في المجال ده آه في اختراع اللي ظهر في مصرف من فترة لعلاج أي المخالفات اللي حصل من حيث عدم احترام أخلاقيات البحث العلمي وهل فعلا لم يستند على نظرية علمية؟ طيب الموضوع ده ايه رأيكم يعني كده نتناقش فيه على صفحة بتاعة الكورس وأنا عايز اسمع رأيكم تقولولي ايه هي المخالفات في أخلاقيات البحث العلمي اللي تمت في الموضوع ده سواء آآ انتو شايفين اللي مخالفات ولا مفيش ولو مخالفات ايه هي؟ وأنا مستنية منك وتردوا علي في السؤال ده آآ كونوا بعلم يستند لنظرية أو استند لنظرية أنا عايزيك آآ يعني اسمعي من متخصص ده لأنه برضو التخصص دقيق مش تخصصي والوضع الإعلاني والسياسي كلنا شفلان فأنا مش هديكي فيه رأيي ولكن هنصحك تشوفي فيه محاضرتين عاملهم الدكتور اسلام على اليوتيوب يعني أنا ممكن أحط لك الرابط بتاعهم على صفحة الكورس أو لو حدم الشباب هنا يحط لك الرابط ففي المحاضرتين دول هتلاقي الإجابة الشفقة من الناحية العلمية على الموضوع بتاع الجهاز بتاع القوات المسلحة أما ايه الاختراقات بقى وايه المخالفات الاخلاقية اللي فيه فأنا مستنية أسمع منكم أنا أحط لكم السؤال ده تاني على 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 صفحة المعمل واتمنى ان انا أسمع منكم كل واحد يقول لي هو شايف فعلا فيه مخالفات اخلاقية تمت في الموضوع ده ولو فيه آه ولا لأ ولو فيه هياي اتفقنا اه فيه ناس بتقول ايوه يعني طيب بس آه ولولي زي ايه بقى يعني واحد اتنين ثلاثة المخالفات يعني آه اسمعها منكم وزي ما قلت لكم لو اللي حابب يعرف تفاصيل هي شوف المحاضرتين بتوع دكتور اسلام على اليوتيوب وان شاء الله هتلكوا الرابط طيب احنا الحقيقة عندنا كم جميل من الاسئلة وبعدين اللي بيحط سؤال بيقصة طويلة جميل يعني أنا حابة اسمع منكم بس الحاجة في الاراية شوية سويلة يعني طيب اه استاذ عز دين بيقول محاضرة جميلة جزاكم الله خيرا جزانا واياه ليه العقاب يعني جزا الله دكتور اللي قال المحاضرة بقى يعني خيرا عننا كلنا ليه العقاب على عدم الامانة في البحث العلمي ثلاث سنين وهل في ناس بترجع لمجال البحث تاني بعد ثلاث سنين ليه آآ بصراحة انا معرفش اوي لكن آآ اقدر اقولك ان عقاب ثلاث سنين بحالهم انك تتوقف آآ ما يسمحلكش بانك تاخد فانده او تشتغل في في مجال البحث العلمي دول جاب كبيرة قوي يوقفوا مستقبلك كله كل ناس بترجع او بترجعش انا ما ما شفتش انت عارف آآ في مصر برضو ما عندناش الناس اللي تعاقبت كده ورجعت او حتى الناس اللي تعاقبت من اساسه فأنا ما شفتش الحقيقة حالات زي دي وما عنديش فكرة ولكن اللي اقدر اقوله ان الثلاث سنين دول كتير الثلاث سنين كفاية انه هم يضيعوا يعني يضيعوا خالص المستقبلك كباحث يعني في البحث العلمي السؤال التاني لو الواحد عمل بحث ونشره في مكان وبعدين نشر البحث تاني في مكان تاني بس بصورة مختلفة واحسن من الاول هل ده يعتبر تكرار ومش محبز لو نفس البحث مفيش اي نتائج جديدة وبس اللي حسنته مجرد الكتابة او طريقة التحليل او كلام ده كله بيبقى تكرار لكن لو انت يعني اشتغلت على على نفس النقطة بس بحث ادى نتائج جديدة استغطنت طرق جديدة في الشغل اكتشفت حياة جديدة فيك كتاب جديد طلع ساعدك انك توصل لمعلومات ما كنتش تقدر توصل لها قبل كده زي مسلا لو احنا كنا بنتكلم في حاجة مسلا تخص دراسات المادة الجينية مسلا والدي اي 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 وما كانش الاول معروف تركيب الدي اي 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 والكلام ده كله لو حتى عمل بحث قبل اكتشاف الدي اي اي وبعد اكتشاف تركيب جزئي الدي اي اي هتلاقي انه هو عنده مختلفة تدينه نتائج اوضح في الحال دي بحث تاني اما اذا كان تعديل في الكتابة ولا تعديل في 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 طرق التحليل طرق العرض الكلام ده كله فلا طبعا ده تكرار دلوقتي لو الواحد طلع نتائج بحثه الاول ونشره وبعدين اكتشف ان اللي اتوصل لي في الاول لنتائج اخرى انا شايف ان الامانة ينشر نتائج جديدة ولا ده هيغير النتائج طبعا لو نتائج اتغيرت اه لو انت يعني عملت اي حاجة تانية حصلت على نتائج مختلفة المفروض من الامانة طبعا انك تنشرها في بحث تالي له وتناقش فيها نتائج البحث الاول وطبيعي حتى احنا في الديسكشن او اللي هو الجزء المناقشة بتاع البحث بتاعك وبتاع نتائجك دايما بترجع لابحاس الناس اللي اتنشرت قبلك حتى لو منهم بحثك وحتى لو بحثك الاثناشر قبل كده يعطي نتائج مخالفة لللي انت حصل فعلي بالنسبة للجزء الخاص بالتجارب الطبية تم ذكر ان الواحد يفضل يقدم ويقول انه ماشي على القوانين في جهة معينة وقوانينها ممكن امثلة على هذه الجهات طيب انا في مصر ما عنديش امثلة مضحة الا انا اعتقد ان وزارة الصحة ممكن تكون مسؤولة عن الموضوع ده لانه برضو مش مجالي ولا اعتقد ممكن دكتورة رشاد كدنا في الموضوع ده اه في الجزء الطبي ايضا تم ذكر ان المفروض الواحد ما يحطش اسامي المرضى التي تم عليه من التجارب طب ده ممكن يكون عشان الامانة في عدم ابشاء سر المريض طب بالنسبة للتطبيقات التجارية الصناعية هل يحبز ايضا لو شركة ما عندها مشكلة او او لسه متحلتش يفضل ايضا عدم ذكر اسمها ولا يفضل ذكر اسمها كشاهد اسبات على التطبيق بالنسبة للتطبيقات التجارية هل مثلا يعني بتدرس مشكلة معينة عند شركة انت هتدرس المكان اللي درسيت طبعا المشكلة ده لو تجربتك عملتها في الشركة الفلانية لاز بقول ان هو تعمل في معامل الشركة الفلانية او على الالات او على المصنع بتاعة الشركة الفلانية او ادرسا ولو على مونت يعني لو انت مثلا بتختبر دواء معين له اسم تجاري معين وانت استخدمت المادة مش المادة الفعالة استخدمت الاسم التجاري بتاع المركب المركب التجاري اللي هو موجود للناس في الماركت يعني او في الصيدليات او غيره لازم هتذكر اسم المركب الدواء بتاعك الاسم التجاري وهتذكر اسم الشركة المنتجة له ده اللي بيتعامل في البحث احيانا حتى كمان بتذكر رقم التشغيلة والكلاميات الحاجات اللي بتهدد ان ده طلع من انهي شركة بالضبط وفي الوقت الفلاني ده بالنسبة للمنتج انا يعني انا بما اني مش مجال الصناعة برضو كون ان انت درست حاجة داخل شركة خصطها هي بس انا اعتقد ان انت لازم هتذكر ده هتذكر ان انت يعني درست المشكلة دي وطريقة حلها في الشركة الفلانية او حلتها للشركة الفلانية او درستها في الشركة الفلانية وكانت عندهم المشاكل واحد اتنين تلاتة وانا بوصي ان ممكن نعمل كده او ما نعملش كده يعني اعتقد لازم تتذكر ده ايه المفروض يتعامل في مصر عشان يبقى عندنا اخلاقيات بحث علمي وايه هي الهيئة اللي المفروض بتكون مهتمة بالرقابة على الابحاث ايه السؤال الجامد ده اه والله يبقى يا بس اعزي يعني ايه اللي المفروض يتعامل في مصر مصر المفروض يتعامل فيها حاجات كتيرة اوي 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 يعني مش 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 عارفة ابدأ منين ولا منين بس في مصر الامور كلها متلغبطة وحلقين الامور متلغبطة زيادة عن الازمون بس انا خليني افصل لنفسي لو لو كل واحد كل واحد مننا دي ما اننا دس عارفنا يعني ايه خلقيات بحث علمي ودخلين الموضوع ده يعني كل واحد مننا يلتزم اولا هو وبعدين يطلب المجتمع يلتزم قال الالتزام في المجتمع فيه كم الفساد ده بيكون صعب ولكن صدقني محدش بيلتزم ويمشي ويبتع اللاف في اللي هو بيعمله وما بيوصلش اكيد هيوصل واكيد هيوصل واكيد هياخد جزاءه يعني العملية مش بس عملية ايمانية العملية حتى بالخبرة كده هتلاقي دايما الناس اللي بتلفه الدور يكفي ان الناس كلها عارفة ان هي مش مش يا صح ما بيبقى فيه مش طرف بيسرق شغل الطلبة ولا بيتعامل معاهم بشكل اخلاقي ولا حتى واحد ابحاثه بيلفقها ولا 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 فلنا بنبقى عارفين حتى لو ما فيش اجراء اتاخد يكفي ان كل زميله بيبقى عارفين ده ومعاملته واحترامك له بيكون على على نفس الاساس فايه اللي يتعامل في مصر عشان كله يصلح فيه فيه حاجات كتيرة قوي احنا عندنا المنظومة كلها محتاجة لحاجات كتيرة الهيئات المسؤولة هنا هي كل مؤسسة المفروض مسؤولة عن الابحاث اللي بتخرج منها وعن الباحثين اللي فيها يعني اه كل جامعة هي مسؤولة عن الابحاث اللي بتخرج منها وعن الباحثين كمان او المخالفات اللي بتعملها الباحثين فيها وحتى محاسبتهم بترجع للجامعة نفسها اه ومفروض كل مؤسسة بحثية فيها نفس الكلام ايه اللي بيتطبق بقى ده خليه على جنب ووضع مصر ده يعني بلاش نفتح فيه. آآ فاطمة بتقول ازاي دور النشر او المجلة دور النشر او المجلة العلمية تتحكم في وضع ضوابط خاصة بالمؤلف. يعني حضرتك قلت ان بعض المجلات آآ يفترض ان اي حد ساعة في الاحسابة واسم ضمن المؤلفين. مش بس يشكروا. طب هل ده ما ما يعتبرش شيء غير منصف وتساوي آآ وتساوي يعمل زي ما اللي ما 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 عملش ولد اخلاق البحث العلمي يبقى زي من حقها تطلب ده. اولا المجلة بتبقاش معاك بتعرف انت عملت ايه ومعملتش ايه. آآ المجلة انت بتوديلها البحث عليه اسمه واحد اتنين ثلاثة. الاسماء بتاعة البحسين وترتبهم. مش المجلة اللي بتتحكم في كده. آآ انت اللي بتتحكم في كده او اللي اللي بيبعت البحث هو اللي بتحكم في كده. كل واحد شارك في البحث احيانا بتبقى نسبة المشاركة اقل من حد لحد وده بنتغضى عنه بالترتيب. او بالتفاق من الاول لان فيه انا وفلان بنعمل البحث. انت هتعمل واحد اتنين تلاتة وانا هعمل واحد اتنين تلاتة وفي الاخر هنقعد مع بعض لناقش الموضوع ونكتبه ونراجعه وهكزا. آآ انت ممكن تشارك بنسبة آآ بنسبة مثلا معينة في بحث نسبة صغيرة. وفي نفس الوقت تييرك ممكن يشارك في بحثك بنسبة صغيرة. فالعملية مردودة يعني ما تهيش ظن. انما دور النشر هي مش هي اللي بتتحكم. انت انت اللي بيبقى عندك دي امانة اخلاقية. انت حاطت اسامي ناس فعلا اشتغلت ولا اسامي ناس حطيتها انت مجاملة. او اللي هو اللي هو اللي هو مسؤول عن ان هو بيعمل بيقدم البحث للمجلة. وعن الكلام عن دور النشر ايه ملكية دور النشر للبحث? يعني هل بس ينشر ولا على غرار السؤال السابق تقدر تتحكم فيه? ولا لان هي تعتبر تقوم بدور المشرف او الوسيط بينك وبين المشرف او المراجع على البحث? يبقى حقها حاجات اكتر من النشر على سبيل المثال هل طلب الفلوس مقابل رؤية البحث? ده حق من حقوقها يا ترى ايه تاني يعتبرها ملكية لها? وهل انا كباحث اقدر استخدم بحثي زي ما انا عايز بعد ما انشره? يعني مثلا لو انا مدرس استخدمه في التدريس او او ازعه للطربة ولا لا يجوز او اتكلم على الميديا او على النت مسلا. طيب اه دور النشر يعني ملكيتها للبحث ملكيتها للمده المطبوعة. اما الافكار بقى والبحث بتاعك وان انت تحطه في كورس او تدرسه للطلبة او حتى هو يبقى متاح للناس ده دي قصة ثانية انما لان اعمله ده من على المجلة او هي هتتحكم في ده هي هتتحكم في ده لان ده حقها وهي يعني ده الوسيلة اللي بتتكسب منها الرفيور مش بيبقى وسيط بينك او المجلة مش وسيط بينك وبين الرفيور انا مش قادر افهم المراجع والمش فالبحث بقى من حقه حاجات افسر المراجع عنده امانة ان البحث بيجي له هو ما عندوش التصرف ان هو ينشر منه حاجة او يستخدم الداتا بتاعته في اي حاجة هو مجرد ان هو بس بيراجع لك البحث ويروده للمجلة ومش من حقه يستخدم منه اي حاجة انت كباحث اه هتستخدم بحثك زي ما انت عايز وانت عندك الروض داتا وعندك الافكار وكل حاجة ما اعرفش اه 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 هتبعه ازاي هوزعه على الطلب ازاي هالمطبوع يعني ولا تقصد تضمنه ضمن الكورس ولا لا لك الحرية على ما اعتقد يعني في برضو شي مش عارفة افهمه موضوع تغيير الداتا ده هيغير شيء ضد اخلاقيات البحث هل المقصد هنا تغيير الداتا بعد ما عملت التجارب بداتا اولية ما ظهرتش النتائج الموجودة منها اللي فهمته ان الداتا ممكن تغير مواد وطرق للحصول على النتيجة يعني مسلا ان كانت مواد وطرق تانية ما استخدمتهاش اصلا في البحث. طيب في نقطة حضرتك تركزت ان لو عملت بحث متعدد تخصصات وبرضو واحد ينفع ان انشروه في كزا مجلة بكزا تخصص لكن التطبيق ممكن اغير الطريقة عشان بتقدر تناسب التطبيق. هل ده ما يعتبرش تغيير الداتا? دايما داتا داتا يعني دايما بنطلقها او يعني كلمة داتا دي على الحاجة اللي انا اه ان تكتهم من تجربة. مش على الطرق اللي انا استخدمتها. الا ازا كانت الطرق نفسها حاجة مستحدثة. حاجة جديدة. يبقى هي دي الداتا بتاعتي. فالداتا هي الحاجات اللي انا حصلت عليها جديد. الداتا دي ممكن لو غيرت الطرق تختلف. اه بس هو تغيير الداتا ان انا مسلا طلعت لي اه ارقام او او حاجات مش ماشية مع الترند اللي انا متوقعه وقعد تلعب فيها عشان تطلع بشكل معين. او عشان دي بقى الاستنتاج بتاعي مطابق الاستنتاج معين. هو ده اللعب في الداتا وتغيير الداتا. اما حكاية التطبيق واستخدم طرق مختلفة عشان دي امكان دي انا جاوبت عليها قبل كده. اه في الموضوع الخاص بالاقتباس. واننا لازم نكتب مين اللي قال الكلام ده. اه وده فكرة مين بالضبط. طب فرضا ان الباحث ده وصل لنفس الفكرة وما كانش يعرف ان فيه حد سبقوا ليها ونشرها على اساس انها تخصه. هل يبدأ اه في نشر توسيق للتجربة للتوضيح مثلا انه وصل اليها بطريقة مختلفة لانتبات ايه ما كانش يعرف. يعني هو اتنين وصلوا لفكرة واحدة بطرقتين مختلفة. هل يمكن اعتبارهم اصحاب الفكرة وتسجل باسمهم هما الاتنين ولا اللي سبق اه هو اللي من حق يسجلها. اه بس يا فاطمة انا يعني مش فاهمة برضو انتي اصودي ايه بالزبط. بس لو انا بشتغل في بحث ووصلت لنتائج وحد تاني وصل لنفس النتائج. وهو كان نشر البحث قبل ما انا انشره. انا هكتب بحثي بطريقتي. لو انا لو هو نشر البحث ده وطلع للنشر قبل ما انا اقدم على البحث بتاعي للنشر لازم هارجع له واناقش داتا بتاعته مع الداتا بتاعتي. كون الفكرة ملك مين والفكرة مش ملك مين دي بقى قصة تانية لو فيه اختراع وبتسجله وبراية اختراع وبتسجله. اما فكرة البحث ويعني شغل في موضوع ما ووصلت النتائج معينة في موضوع ما فما بيدخلش في القصة المتشعبة اللي انتي حطاها دي يعني. زي ما بقولك انتي ممكن تكوني بتشتغلي في بحث وحد تاني بشتغل فيه. الصوت. الصوت تاني. طيب الحمد لله اه لو انتي اه لو انتي بتشتغلي في نفس الموضوع ودلوقتي اما عملتي سيرش في في الاخر كده وانتي بتناقشي الداتا بتاعتك وانتي بتكتبي ما كانش الموضوع بتاعه اتنشر. خلاص انتي انتي هتودي موضوعك للنشر. لو كان اتنشر يستحسن ان انتي تحطيه ضمن الديتا بتاعتك في التسكشن بتاعك. والله فلان عمل الكلام الفلاني هو كمان. او مسلا لا نتائج قريبة من النتائج بتاعتي او النتائج بتاعته قد عكس النتائج بتاعتي. يعني اتمنى ان انا كده اكون جوبت على سؤالك. اه ابستاذ احمد بيقول لي اسألة للنقاش ماشي. اه. الى اي حد يكون على الطالب الالتزام بقضية حقوق الانسان. اذكر اني سألت احد اصدقاء الاطباء الذي يكمل اختصاصه في سوريا. رغم حمله للجنسية الامريكية. لماذا لم تذهب الى امريكا؟ فاجباني هناك سببان. اولا صعوبة تحويل الشهادة وسانيا اننا نملك ها هنا الكثير من الحالات ولا يوجد تطقيق على طريقة العلاج. فاتسنى لنا التدريب وتجريب الكثير من الاشياء التي ستكون محرمة علينا في امريكا. الغريب ان هذا الطالب من اللوائل على دفعتها. طيب بص يا دلوقتي حكاية تجريب على المرضى بالذات في الموضوع ان الطلبة الامريكان والطلبة اللي من جنسيات اخرى بيه وجربه في مصر. ده موضوع ممتشر جدا. درجة ان فيه منح بتقدمها الدول دي لمدة شهر او شهرين. عفوا. شهر او شهرين بيجي الطالب بيعمل شغله في مستشفى هنا عندنا. تمام? فده شيء منتشر وانا يعني قابلت طلبة كتير جايين من من امريكا دي منح اه لمدة شهر واحد مسعى في طب الاسنان ولا في غيره علشان يجوا يعملوا الابحاث او الجزء اللي على المرضى هنا هوا. او تدريب احيانا تمام. فده اه مشكلة مجتمعية او مشكلة في مجتمعاتنا ان ان المريض حتى مش مش بيحصل على حقوقه ومفيش حد يجيب له حقه ومفيش حد يراعي خصوصياته. فدي مشكلة بقى يعني خاصة بالقوانين والكلام ده. اما التزام الطالب فدي بقى الاخلاق دايما يعني كلمة اخلاق غير القوانين. الاخلاق دي يعني انا ممكن فيه شيء متعارف عليه انه غير اخلاقي ونفس تسمح لنفسها تعمله. فدي في الاول وفي الاخر بترجع لقيمك. اي مدى هتلتزم به ده يرجع لقيمك. بس برضو اللي انا بقوله انه الانسان عمتا احنا بنحترم والواحد بيحترم نفسه لو كان ملتزم بالاخلاق اكتر من انه هو مثلا مجرد عشان امشي حالي يعني. الامور برضو نسبية شوية. وخصوصا في المجتمعات فيها الامور يعني مش مش واضحة. مفيش قانون يحكم. اه او هو مش شايف انه هو لو ملتزمش بالاخلاقيات دي هتا هتبدي الامور يعني ما مش هيخسر حاجة يعني. اه نسميها عندنا الفهلوة يعني كده خلص بقى نفسك والكلام ده. فالالتزام الى اي مدى يعني انا شايفة انه 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 شيء ينبع من من جواك الاول. ومن اعتراف المجتمع بقى بالاخلاق دي والتزامه بيها برضو هو اللي بيزود التزام الانسان بيه. اه تاني امر الى اي حد يتم تحديد كونك سرقت الفكرة ام لا. فكما تعرف ان العقل البشري قد يتجابه في نتائجه وخاصة بين العمليين في نفس المجال. فكيف يتم الفصل? انها عملية سرقة ام انتائج مشابه? كلمة التطابق هنا زي ما قلت احتمالها ضعيف جدا. وغالبا ما بيبقاش في التطابق. وزي ما ما شفنا انه احيانا بتلاقي باحسين شبه بعض شوية. واحد منشور في اه في امريكا مسلا والتاني منشور في استراليا. يعني ما ما فيش اي علاقة بين الباحسين اللي عملوا الكلام ده. ولكن ما بتلاقيش التطابق. كل واحد ساعات بينظروا للامر. انا لو جبت نفس المشكلة وطلبت الاتنين تلاتة يحللوها او يدرسوها. هتلاقي كل واحد اللي يتنظر فيها. في جزء من البحث ممكن يكون متشابه. لكن تحليلك وفكرتك ومنقشتك للنتائج حتى هيكون مختلف تماما. ففكرة التطابق هنا يعني صعبة جدا. الا اي مدى بقى بيكون في سرقة او مش سرقة دي دي لو في ناس متخصصة بتحقق فيها. وغالبا لو في سرقة بيبقى مسلا اللي سارق سارق الداتا ما بيبقاش عند الرو داتا. بيبقى في حاجات كتير ممكن من خلالها يعرف. اذا فيه مسلا في الابحاث الاجتماعية طرق تحليل معينة ممكن يستخدمها يعرف بيها الداتا دي اوريشنال ولا الداتا دي متلفاءة ولا مكتوبة كده. هقولك من مثال بسيط جدا يعني كانوا احنا طلبة يعني في الاندر كان بيبقى مسلا ايه? عايزين بتاعت مادة على الحشائش. فالمفروض التجربة ان بيتحط كمية من بزور الحشائش في بوتس وتتعامل بتركيزات مختلفة من المادة دي. والمفروض انها تدينا تريد معينة. يعني او نسب موت معينة. فكان الناس عشان تعمل الموضوع ده كهومورك يعني وبتعمله كويس. كانوا يعملوا ايه? يتحكموا في عدد. المفروض ان العدد ده يبقى ثابت او وزن البزور الحشائش اللي احطها في كل البوتس يبقى ثابت عشان اقدر اقاري التركيزات او المواد اللي انا بستخدمها. ففي ناس كالتعمل ايه? عايزة تطلع ده اعلى فتحط بسلا كمية حشائش اقل عشان اللي هتنبت من الحشائش دي. يبان انه التأثير بتاع المركب ده او التركيز ده بنسبة كذا ويبقى الداتا بتاعتها مصطرة. فدي كانت بتبان جدا. بتبان تماما يعني. وخصوصا بقى لما تبقى المكررات بقى شرح بعضها وكلام كده يعني. فممكن المتخصص في المجال يفهم شوية او يعرف شكل الداتا ده ممكن يكون فعلا ملعوب فيه ولا ومتلفق كده وانا قاعد في مكتبي عملته ولا ولا حاجة عملتها بجده. ثالث امر سمعت احد الامور من صديق ليه يدرس في امريكا اه دكتوراه في العلوم الحيوية. قال لي انه لم يستطع ان ان لم تستطع ان تنتج عملا فربما عليك ان تتراخى او ما دعاها بروكترايز بروكتراستيشن. وقال لي انظر الى انشتاين ونيوتن وهؤلاء لم يكتشف ما اكتشفوه الا بالصدفة. فلم يكونوا آآ يبحثون عنه. الكل هنا يتراخى عندما لا يجد ما ينشره بدلا من فكرة تقطيع البحث. الى عدة مقاطع يمكن ان يتم التراخي بين اجزاء البحث حتى لو امن انجازه في بحث واحد سريع. فالى اي حد هذا صحيح. الى اي اي حد هذا خطير? مش صحيح. آآ والله يا استاذ احمد الكلام دي خطير جدا. يعني آآ السماء لا تمطر زعبا وفضة. فاللي عايز يستنى الصدفة بقى تهبط عليه من السماء. فخليه بقى يستنى الصدفة الى ما شاء الله. آآ حتى لو الناس دي هتجيلها حاجة صدفة. مش هتجيلها اللي هما اسناء العمل. مش هتجيله هو قاعد متراخي زي ما انتا بتقول كده. وبيفكر انه هتهبط عليه كده حاجة من السماء ولا وحي من السماء يعني. آآ ما كانش حد غلوب يعني. وكانت مدامة الحكاية بقى حظ كده وحاجة ممكن تهبط علينا من السماء. فما فيش داعي بقى للتعليم ولا تنمية الزات ولا المهارات ولا الحاجات الكتير اللي احنا بنتعب فيها يعني ما عرفش زي التراخي ده. اما بقى حكاية انه مش لقي بحث ينشره فيقطع بحثه او يتراها بن خلي البحث يطول. طب ما هو انت برضو اما هتطول البحث او يعني هو البحث بسا ياخد آآ تلات اربع شهور ويخلص. وحضرتك قعدت فيه تسع شهور. انت مش هتلاقي فاند ولا هتلاقي حد يشغلك بعد كده او يشتغل معاك. العملية خطيرة. انا مش عارفة كلامه ده يصدق ايه. وبعدين انت ممكن تسمع كلام من حد ده ده قناعة الشخصية. وممكن الحد ده يكون هو بوية مشاكل. فمش كل ان نسمعه صح. وبرده نشغل عقلنا. ما هي الحكاية لو نصيب يعني كده هو كل شيء نصيب طبعا ده ده يعني حاجة قدر. لكن انت عليك الاسباب. يعني هي فيه نقطة هنا. هي مش عايز ادخل في امور دينية. بس هي الفرق بين التوكل والتواكل. هي هي نفس الفكرة يعني. فاطمة فاتحي. فاطمة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا فاطمة. تعد العلوم الانسانية بليات التربية تدخل ضمن النقاط الهمة اللي حضرتك ذكرتها في التعامل مع البشر في الابحاث. اظن انها تدخل انت بتتعامل مع الانسان. يعني اظن ممكن بيانات تخصه. فاكيد تدخل في في الموضوع ده. كيف هيمكن ليه ان احصل على موافقة الاطفال. كما اشرت حضرتك بالحصول على موافقة العينة كتابة والمسؤول عنهم الروضع او المؤسسة التعليمية. عند تطبيق البرنامج. لو البرنامج يخص المؤسسة التعليمية فانتي هتخذي اظن يعني موافقة المؤسسة تعليمية نفسها. اما لو البرنامج ده هيتطبق على يعني خص الانديفيديوال نفسهم الافراد نفسها. يعني انا عايزة كزا طفل في سن الحضانة. اه ساعتها متهيئة لي انك هتلجأ اي لموافقة اولياء الامور. وبرضو اللي بيشتغل في المجال ده ممكن يفيدك اكتر في مجال العلوم الاجتماعية او في مجال دراسة او المجال الترباء. اخيرا المحاضرة رائعة. ليت كل باحث في العالم يعرفها قبل ان يبدأ في رحلة بحثه العلمي. ولماذا لا يكون هناك هناك قسم يقوم به قسم يقوم به الباحث مثل الاطباء والصيادلة الاخي حتى ينزل ضميره. طيب الاطباء بيحلفوا القسم يا فاطمة واسمعنا عن مخالفات اخلاقية لحصرة لها. الحكاية مش حكاية قسم من وجهة نظري الحكاية حكاية اه يعني التزام ينبع من جواكي قبل ما هو قسم. ولو في قانون هيلزم الجزء الفاسد اللي هو ضميره مش صاحي انه هو يلتزم. يعني العملية عايزة اتجاهين. اتجاه انه يبقى ضمير الشخص نفسه اه حي وبيتراعي ضميره بقى واخلقوه. والجزء التاني انه في مجتمع يجبر اللي هو ما عندوش اخلاق مجتمعه وقانون يجبر اللي ما عندوش اخلاق انه يلتزم. لانه لو هو هي يعرف انه استقبله هيديع وانه هو خسرات اه هيلتزم بس بعنه لو هو ما عندوش ضمير يعني. لكن بما ان العملية مسلا لوز ما فيش قانون فهتلاقي مسلا ايه? في نسبة كل البشر مخلوق فيه الخير وفيه الشر في ناس ضميرهم اه شغال ونسبرهم مسافر على طول. اه من النقاط الهمة في المحاضرة هي كيفية التعامل مع البشر في الابحاث وحيث اني اعمل في الابحاث التي تقوم يقوم بها اه مع الانسان سواء الطالبات او المعلمات او الاطفال او اولياء الجمهور او المجتمع المحيط بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة حيث استفدت منها. اولا جزئية همة والحمد لله انتزمت بيها وهي اخذ الموافقة اكتبتا من العينة التي سيتم معها التطبيق ومن المسؤولة عنها. ثانيا انه ليس شرط ان يظل افراد العينة معي حتى نهاية البحث حيث تلاقيت. ذلك اه من خلال التطبيق على عينة اكبر من المطلوب. انت حاسبا للظروف انت حاسبت. طيب يعني انت عايزة تبدأي بعينة اكبر عشان لو فيه ناس انسحبت من عينة بتاعتك اثناء التجارب توصلي للحد الادنى من العينة تحت الحد اللي هو يعني ما نخليش العينة صحيحة او ممثلة. اه. يعني انا ما عنديش خبرة عملية في الام ده وده مش مجال شغلي ولكن انا شايتها ما فقاش مشكلة. انا من الاول هاخد موافقة وهاسيب لهم الحرية هيلزم ولا لا. اه. لو الناس دول اكتر وكملوا معي للاخر هيبقى عندي داتة كفاية وهحدد الجزء العينة بشكل عشوائي من اللي انا اخدتهم. ولو الناس انسحبت في النهاية انا ما خسرت الشغلي كله والعينة بتاعتي بازت يعني. جزانا واياكي يا خاطمة. اه. هدايا علي. هدايا بتقول لدي سؤال وهو كيف ان اه اتأذى انا المبتدأ من من غش وسرقة وسرقة بعض البحثين اثناء بحثي. كيف ليه ان اعرف هذا البحث السليم لكي اقتبس منه او جعله مصدر ليه. هو سؤال جميل قوي يا هدايا. الابحاث اللي بتتنشر في في جورنال اه هافترض انها كلها سليمة. ليه? لانها خضعت للمراجعة ولان هي خضعت للمراجعة ولان هي منشورة في اماكن او في جورنالز موسوق فيها جدا. اما بقى لو لجأتي لمصادر غير موسوقة فعليكي بقى انت بنفسك ان انت تتأكدي. لو انت جوه المجال ده بقى لك فترة والكلام ده ممكن بسهولة جدا بيبان الشغل ده شغل حقيقي ولا شغل ملهوش آآ معنى ولا شغل شكل الداتا دي كده لا 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 مش مش مظهور. احيانا مع الخبر تقدر يتكتشف فيها. ولكن زي ما بقولك لو انا دجأت المصدر موسوق فيه فخلاص انا معت عارفة ان شغل اللي قبلي ده اللي نشر الكلام ده آآ شغل موسوق فيه. ولو انا برضو لجأت الاكتر من مصدر بيكون اكثر توسيقا ويعني واكتر ضغط ان انا اقول اه الكلام ده يعني في في اكتر من حد وافق عليه او اكتر من حد بقاله. اصلا لو المجال يعني فيه ناس كتير بتشغل فيه وغالبا الابحاث اللي بنعملها بيكون قبلها ناس اشتغلت فيها. آآ تمام آآ علي علي تمام بيقول آآ سألت مشرفي عن الحل عندما اريد اكتباس معلومة من مرجع ما? هذا المرجع اساسا اخذها من مرجع اخر اقدم منه. قال لي انه ان كنت رجعت الى المرجع الاصلي وثقها على المرجع الاصلي. وان لم تستطيع فوثق المعلومة كما هي بمرجعها الاجنبي. آآ مع ذكر انها منقولة عن فلان اي المرجع الاحدث. فهل هذا صحيح? هو لو كتاب كتاب يعني مثلا كتاب منشور وفيه شابتر معين. فانت استشهد بالشابتر ده. والشابتر ده هو اوثر مختلف عن الكتاب. بتكتب اسم الاوثر بتاع الشابتر وعنوان الشابتر وبعدين بتكتب انه في الكتاب الفلاني. اما بقى معلومة اذكرت في مرجع حديث وبعدين مرجع تاني. فآآ يعني انا افهم ان انت تذكر المرجع اللي انت آآ يعني اخدتها منه بس. ما ترجعش بقى للمرجع الاصلي. انت ذكرت المرجع اللي انت اخدتها منه سي ببر منشورة سنة الفين وعشرة. وهو اساس المعلومة اذا انت ما رقيتش المرجع بتاعها ورجعت له. المعلومة مسلا اديمة من سنة تسعين مسلا. فانت هتكتب ان انت اخدت المعلومة اديمة البحث بتاع فلاني. آآآ لو ادرت ترجع للمرجع الاصلي ده بيكون افضل. آآآ بخصوص البراريزم في في الابحاث العربي. ممكن اخد كلام من مرجع معين اكتبه في بحسي مع ذكر المرجع. ده طبعا ممكن. آآ نمى الى زهني انه لا يصلح الاقذ من نفس المصدر اكثر من مرة في الصفحة الواحدة. آآآ ما سبعتش الكلام ده. آآآ دكجيت. آآآ انت انت احيانا ممكن تكون بتستخدم البحث عشر في عشرة حدد في في البحث بتاعك. او في 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 اكتر من البراجراف. آآآ مسلا جزء يخص الفكرة اللي في البراجراف ده وحطيته فيها. انا قلت البراجراف اللي بعده وهاخد من نفس الرفلنس ده او من نفس البحث التاني ده. هكتبه برضه. آآآ يعني لانه انا بكتب الفكرة وبكتب الجملة وبكتب وراها انا اخذها من المصدر الفلاني. فأكتر من مرة لأ دي أنا ممرتش بيها وممرتش ناصة صحيحة. لأ من حقك تستخدمه أكتر من مرة. بس طبعا في الآخر بنكتبه مرة واحدة في الريفرنسز يعني في الجزء بتاع ريفرنسز بكتبه مرة واحدة. كان فيه سؤالين سؤالين ليه سؤالين ليه ما أنا أنا قلت علي أنا قلت السؤالين أنا مش عارفة مين اللي بيقول عنده سؤالين طب خلينا للحاجات اللي ما قلتهاش أوليته شايفيني اللي ما قلتهاش في الآخر عشان بس حق الناس اللي سألت هدايا لا أعطياني سؤال واحد طيب ولا سؤالي هو لماذا أنشر في مجلة علمية؟ إيه العائد اللي بيعود علي علميا؟ في مصر النشر للدكاترة الجامعة فقط للترقيات أولا يحق للطالب النشر هذا أم هذا مخالف للأخلاقيات أم لا؟ وماذا يحدث بالفعل في بلدنا؟ العائد عليك يا علميا إيه؟ أنت بتعملي بحث علمي ليه؟ عشان تحطيه في الدرج ومحدش يسمع بيه؟ عشان محدش يستفيد منه؟ العائد أنه أنت بتنشري في كريتك للناس اللي بتشتغل في نفس المجال أو للمجتمع العلمي عشان يستفيد بيها، يبقى ليها، يرجع لها، تحلي مشكلة الناس كل ده لازم أنت تعرفي الناس، لو أنت عملت بحث وستوب ما عملتلوش ببليكيشن، فأنت معملتيش أي حاجة مين اللي عرف يعني اللي أنت عملت بحث ولا عملت إيه؟ فهو ده العائد عليك إن أنت بحثك يتعرف هو ده العائد للنشر، العائد العلمي، في عائد تاني لو زي ما أنت بتقولي كده ده كترة في الجامعة عشان الترقييات أنت مش هتترقي أو توصلي للبوزيشن الأعلى إلا لما يكون عندك عدد من الأبحاث المنشورة أحيان كمان عشان تقدمي لبوزيشن وخصوصاً برة لازم يقولك أنت يعني محتاجين يعني الأفضلية هتكون اللي عنده عدد أكتر من الأبحاث كفيرستوسر، فهو ده العائد اللي بيحصل إيه في مصر بقى بالنسبة لإسم المشرف وإسم الدكتور اللي بيحصل ده بقى عليه كلام يعني اللي بيحصل في مصر بيرجع لكل واحد بقى يعني فيه مشرف عنده ضمير وفيه مشرف زي ما أنتوا عارفين يعني فيه مشرف يصر إن اسمه الأول وفيه مشرف ساعات يدخل كمان ناس ما ملهمش أي علاقة بالبحث على الاحث بتاع الطالب ويقول له هتحط اسمه فلان وفلان يعني يعني أنا مش عارفة يعني يعني هتخل في السياسة وكلام رهيب يعني يعني فيه بعض الأسازة زوجتهم يجي يعني هو قاعدة في البيت ومعززة مكرمة ويجي يحط بقى اسم زوجته على أبحاث الطلبة اللي هو بيشرف عليه عشان هي لازم تترقى كمان في وظيفتها بس تترقى برضو بطريقة ما يعني فده غير أخلاقي وغير مقبول لكن اللي بيحصل بقى اسم نعم اللي بيحصل يعني شكله ايه لكن هو الحق إن الطالب الطالب أكتر واحد اشتغل بيتحط الأول ومش من حق الطالب إنه ينشر من غير المشرف ولا المشرف ينشر من غير الطالب والحالتين موجودين في مصر وساعات بيحصل. اه على يد صح كده صح يا اميرة. يومنا بتقول لنا شكرا الاول على المحاضرة جزاكم الله خيرا جزانا واياكي حبة اسئلة ما شاء الله كل ده يومنا طيب اولا ازاي اقدر ابلغ واوصل صوتي لو تعرضت السرقة في موضوعي البحثي. او لو تعرضت عموما لمخالفة احد اخلاقيات البحث العلمي. هو المفروض انه بتلجائي للمؤسسة اللي منها الباحث اللي عمل معاكي كده. لو مشرفك في الجامعة المفروض بتلجائي للجامعة. اه لو في مركز بحسي بتلجائي لإدارة المركز ده. اه يمكن برة في مؤسسات ممكن تحميكي. هنا في مصر زي ما بقولك المفروض بتلجائي الجامعة. اه بس نسبة ان انت تتصدقي كطالبة وانه يعني الناس تجيب لك حقك. اه يعني ربنا بقى معاك. اه لانه انا انا شايفة وكل انا يمكن اللي في الجامعات شايف انه في طلبة مهدوم حقهم مصدمين بشكل رهيب. وبيشتغلوا في الفاعل بقى بمعنى صح يعني. يعني بيشتغلوا لما تطلع عينيهم وفي الاخر هم مش طلعين حتى بان هم يتحط اسمهم على البحث اللي شغالين فيه. وبعضهم بعضهم بيشتغل في مشاريع لا بياخد مرتب ولا بياخد اه ان اسمه يتحط في في البحث او في المشروع نفسه. وهو من حق الاتنين على فكرة. بس اللي ما بيحصلش في في حالات كتيرة. وفي ناس منصفة وناس عندها ضمير الصورة مش مش قاتمة الى هزا الحد يعني. اه ازاي اعرف المعلومة اللي هبني عليها هي معلومة صحيحة ولا لا. اه في جزء كده بتعمليه في الاول في في اي بحث بتعمليه. اه او في رسالة اللي هو ان انت بتقري اه على قد ما تقدري في كل ما يتعلق بالنقطة البحثية او الفكرة اللي انت هتشتغلي فيها. ساعتها اه لما هتقري كتير كده. اه يا اما هتغيري الفكرة يا اما هتعملي لها يعني تحدديها اكتر اه تحددي هي مصبوطة ولا لا انا في الاتجاه الصح ولا لا. فهي القراية او الجزء بتاع ده هو اللي بيفيدك في الموضوع ده. ما ينفعش كده طقت دماغي اعمل فكرة واروح جاري على المعمل يلا هشتغلها. غالبا لازم اقرأ ولازم اعرف اه ايه اللي اتعامل فيها قبل كده. اه هل الفكرة دي حد اشتغل فيها ولا لا? طب اللي اشتغلوا عملوا ايه? وصلوا لحد بفين? اه فده كله هيجي من القراية او الجزء بتاع اللي بتعمليه في الاول. اه ازاي اعرف ان الافكار اللي في دماغي جديدة. قد تكون في دماغ حد وكتبها ولسه ما انتنشرتش. وبالتالي قال عني اني سرقى بعد كده. هي دي فكرة ريفيو. وانتي الاخر يوم لحد ما تيجي تنشري قبل ما تعملي لازم تعملي سرش اونلاين. وتتأكدي اي اخر الحاجات اللي تنشرت في البحث بتاعك. اه الفكرة في دماغك وحد اشتغلها ونشرها خلاص. يعني انتي انتي حتسغل ايه في دماغك? المفروض البكرة في دماغك بتنفذ. اه لو في امكانية طبعا. واحيانا بيبقى في افكار كده في دماغنا واحنا شايتين ان اللي هي معنى. وفي الاخر لو قرينا وكده نلاقي ان هي حاجة غير ممكنة التنفيذ او لازم تتزبط شوية يعني. ودي فايدة المشرف في الحقيقة يعني او السوبرفايزور ما ينفعشي ان ان انت كده تبيقاعد في البيت اه تحلامي تعملي حاجة. احيانا تحلامي تعملي حاجة هي لا يمكن مسلا ما فيش امكانياتها العلمية ان هي تتعامل اللي تتعاملت لحد دلوقتي. اه محتاجة تتزبط وممكن تكون فكرة تبقى واو يعني. فدي حاجة المشرف هنا المفروض ان بيوجهك للفكرة الصح او يزبط الفكرة اللي في النهاية. بس تكونها تنشرت قبل كده زي ما بيقولك. خلاص اللي سبق بقى يعني. اه النقطة الخاصة اني كل حاجة لازم اكتبها في المصادر. حتى لو انا اتكلمت عن تعريف ابتكاري لازم اكتب صاحبه. لو عملت كده عملية البحث كلها مش هتكون بتاعتي. ايه اللي انا عملته غير اني اعدت الصياغة بعض الكلام واضافت عليه القليل. لا ده مش صحيح. هو انتي في الجزء في الجزء بتاع review او الintroduction في الفيبر مثلا انتي بتاخدي اللي الناس اشتغلته قبل كده ووصلوا لايه وبتنقشيه وبتحليليه وتقول ايه وبناءا عليه انا هيكون بحثي ان انا هعمل كذا كذا. ففيه جزء التجريبية بتاعك او حتى الجزء اللي انتي التحليل الجديد او الرؤية الجديدة اللي انتي هتحطيها. حتى في الفيبر اللي هي بتاخد ابحث ناس تانية. في منها انواع على فكرة. فمن ضمن فيه بتتكتب ككده survey وفيه review انتي بتحطي وجهة نظرك في الموضوع ايه? ايه بقى اللي وصلنا له? ايه اللي ممكن احنا نفكر فيه عشان نوصله? ما فيش حاجة اسمها انا مجرد قاعدت السياغة. ما ما ينفعش. ما انتي في الاخر بتقوليلي conclusion وبتقوليلي وجهة نظرك في ال data اللي الناس وصلت لها ايه? وكان ناقصها ايه? وكان المفروض ولو البحث عملي انتي بيبقى فيه جزء عملي عملتي. وطلعت data جديدة وبتقرنيها بالdata بتاعة الناس اللي ابدو. اه فكرة النشر اكتر من مرة. طيب لو انا ليه ان البحث ينشر في اكتر من مجلة علمية عشان خمسة. اه علشان العالم او اه او البحث ده يوصل لعدد اكبر من جمهور العالمية. واذا لم يكن ازاي البحث بتاعي يوصل لعدد كبير من العالمية. مش نشرف اكتر من مكان هو اللي هيوصله. اه بل بالعكس يعني نشرف اكتر من مكان ده يعني هو يعني انت كده بتنشر البحث اكتر من مرة هو غير مسموح بيه على الاطلاق ويعني ساعتها لو لو اتعرف انتهى. اه اللي بيش اكبر الجمهور من العلماء هيوصله لان كل العلماء اللي بيشتغلوا في النقطة بتاعتك هما بيقروا الجورنال اللي انتي المتخصصة اللي انتي بتنشر فيها. فهو لازم هيوصل لانه هيتنشر في البحث اونلاين لما حدا هيعمل تسيرش على الموضوع ده هيوصله. اه لانه العلماء اللي مهتمين بالنقطة اللي انتي اشتغلت فيها بيدوروا على ايه الجديد وايه اللي اتعاملوا كل بحث اتنشر. فهو هيوصل هيوصل ما تقليش انشوري ان شاء الله بس يوصل. اه هل لو استخدمت البحث ده في انشطة وتطبيقات? هكون محتاجة اخذ اذن المجلة العلمية? لا. اه البحث معنى انه اتنشر انه متاح ان انت تاخذي الطرق اللي فيه والنتائج اللي فيه وتشتغلي عليها او تكتبيها ببحث كذي ما قلنا وترجعي لها. حتى لو استخدمت طريقة هي منشورة بتكتبي ان انت استخدمت الطريقة او بالرجوع لطريقة فلان. اه فبتكتبيه كريفرنس. ولو انت عدلت على الطريقة بتقولي انا استخدمت طريقة فلان بس مع التعديلات واحد اتنين ثلاثة. فطبعا ما اسموح وما بترجعيش للمجلة بس اهم حاجة ان انت تعمليه بصيتيش. ايه هي وجهة الاستفادة من نشر البحث في مجلة علمية. انا جاوبت الكلام دا يا يومنا. اه يعني اتمنى ان انا اكون جاوبته بشكل التفامي يعني او وصلت يعني اكون قدرت اوصله. اه زي ما قلت قبل كده انه انه عشان الناس تشوفه. او انا عملت البحث علمي لي ما عشان الناس تشوفه. اه لو طلبت اذن. يعني حتى في الشركات على فكرة انه لما بيوصلوا لحاجة وبيعملوا منتج وكل ده فيه فيه الباحث اللي بيعمل الشغل ده دايما بينشر البحث يعني يخص الفكرة بتاعته. مسلا مراكب جديد او او يعني حاجة اشتغلها. يعني مسلا ماذا اه شركات هي اللي عملتها او تعاملت في معامل شركات. فبيجي الباحث بيكتبها وبيكتب ان هو بيشتغل في الشركة الفلانية يعني. اه لو طلبت اذن اه من حد اني استعين بابحاثه. ورفض الحل. هنا مع العلم اني هكون محتاجة بحثه ده علشان اعرف اكمل عليه. وهل يا ترى الازن ده بيكون كتابي يعني ولا ايه? طيب زي ما قلت يا يومنا. اه لو انت البحث بتاعك البحث ده منشور فانت من حقك تستخدمي كل ما فيه. وزي ما قلت لك تعملي بس. اما لو البحث غير منشور يعني حد بيشتغل وانت بشكل ما معاكي الداتا بتاعته او الطريقة بتاعته فطبعا لازم تستخدميه. اه يكون كتابي او مش كتابي ده على حسب يعني. بس انا بس غالبا هو ما حدش بيعمل شير لطريقة لسه هو بيعمل لها وما نشرهاش. اه غالبا لازم انت هتلاقي البحث منشور وبيبقى من حقك تستخدمي. اه هالرفع الكتب العلمية او الكتب والورقات العلمية عمتا يعتبر مخالفات لاخلاقيات البحث العلمي. هو موضوع حقوق الملكية الفكرية ده موضوع كبير قوي والموضوع كلام فيه يخص العالم كله يعني. يمكن عندنا في الوطن العربي اه واضح اكتر لان احنا برضو وامكانياتنا محدودة. والاخلاقيات عندنا شوية فيها قصة. لكن انا دايما بنصح ان الناس تلجأ للاوبر ريسورسز يعني افضل. اه الحاجة التانية لو انت عندك اكسس لمكتبة او اه يعني مسلا في اسكندرية عندنا مكتبة اسكندرية عندنا اكسس للداتابيس كلها. اه يعني فيه ريسورسز هايلة في المكتبة. ليه انا بقى الجأ واقعد اعزب نفسي واعمل هيك وادور على مش عارف ايه. طب ما انا هروح المكتبة اقعد ساعتين تلاتة اعمل دولود لواطفر انا عايزاها واعمل بسرش على اللي انا عايزاها. لو متاح طبعا. اه لو مش متاح برضو الرفع الكتب والمجلات هتقيعة لمجموعات على الفيسبوك وعلى غيره والناس بتساعد بعض. يعني بصراحة الحكم انا انا مقدرش احكم يعني. احنا برضو في ظروف اه صعبة وما اقدرش احكم يعني خللنا بقى الامور دي يعني ايه خليها لما ربنا يحلها يعني. بالنسبة للحصول على مخصة الاشخاص اللي هقوم بعمل تجربة عليهم. طيب دي اعملها ازاي? اه دي بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الطب. ودي بتكون اخر مرحلة في البحث يا يومنا. يعني انت للوقتي لو بتشتغلي في حاجة اه طبية مسلا. بتمر الاول بمراحل كتيرة جدا. اه منها ان انت بتجربي على خلايا مثلا. لو انت بتجربي على السرطان مثلا. بتجربي على خلايا السرطانية في المعمل. وبعد كده بتجربي على حيوانات المعمل. وبعد كده بتجربي على العينة محدودة. وهكذا. فالعملية العملية هنا مش مش بالصبح كده. انا عندي اختراع زي ما سمعنا في بعض الاحيانين الناس هتروح تجربوا على البرد. ده مش موجود في كل العلم. ولا مسموح به في اي مكان في العين. بتمر بمراحل. كونك بتاخدي الموافقة الزادة حسب الجهة اللي هيتعمل فيها للبحث ده. وحسب البلد. يعني انتي انا هنا في مواصر ما اعرفش. المفروض تاخدي مسلا موافقة اه وزارة الصحة لو انتي هتعملي حاجة في مستشفى او الكلام ده. ولا ولا ايه بالتحديد برضو مش مجالي فما عنديش فيه معلومة واضحة يعني. اه يعني انا مسلا هقولك مسال مسلا في العيادات الخاصة. كل ده بتاعتك بتبقى متاحة مع مع الدكتور. اه واحيانا كتيرا العيادات الخاصة دي بتبقى الاساسة في الجامعة وعندهم طلبة. والداتة دي احيانا بيستفيدوا منها وبياخدوها يشتغلوا عليها. فالمفروض ان يكون فيه موافقة كتابية ياخدها من كل مريض بيستخدم التاتة بتاعته. ودي حصلت معي مرة يعني استاذ محترم من جمعة اسكندرية هنا. اه كنت عنده في عيادته يعني علاج. فطلب مني بكل وضوح. اه ان هو معي طالب من الصاف بتاعه. قلت دي الطالب ده كشف علي في الاول. يعني داتة معي. بسه مش هياخد داتة جديدة يعني. اه يعني هو من الصاف بتاعه اللي بيشتغل معي. في الاول بيعمل الانتروفيو كده مع الطلبة او الطلبة بيساعدوه وهو بيبقى في الاخر بياخد القرار في العلاج يعني. فطلب بمنتهى الوضوح اه انا عندي طالب بيعمل بحس في الموضوع كزا. ومحتاج يستخدم الحالة بتاعتك كمرجع ويستخدم الداتة بتاعتك طبعا بدون ذكر اسم. فهل حضرتك توافقي ولا ما توافقيش? وهل توافقي تقعودي معي? تقعودي معي نص ساعة عندك وقت ولا ما عندك ايش? يعني لو لو الامور ماشي بشكل ده شيء في منتهى الاحترام وساعتها انا ما يعني انا مش خسرانة حاجة يعني. بل بالعكس يعني ما ما هيستفيد انا يعني الحالة بتاعتي لما هو يدرسها ويطلع نتيجة ويفيد بيها غيريسة ده. مش حكايت حالة ندرة هاي حتى لو حالة عادية والحالات العادية يعني. بس طبعا فيه بقى كتير من الدكاترة بندخل عيداتهم وبيبقى عندهم الدياتا وكل حاجة وكل سنة واحدة طيبين يعني سواء بقى صور اشعة سواء وتفرعن في كل حاجة مثلا. فاي العملية زي ما قلت برضو هنا برضو بترجع للضمير لان المجتمع ما فيهوش قوانين بتاحكم. اللي ما عدوش ضمير. فالعملية برضو. وزي انا انا قلت المثال ده لانه فيه ناس فعلا محترمة وفيه ناس كويسة جدا. اه مش كل الصورة قاتمة. فعشان كده بقول كل واحد يبدأ بنفسه. احنا لو اه لو كل واحد بدأ بنفسه لو كل احنا كشباب بالوقتي انتم اه عرفتوا الصح فين والغلط فين ولسه هتدخلوا المجال. كله انت القدوة بقى يعني. اه كون انت بين زمايلك كده الشامعة المنورة اللي الناس تهتدي بيها. ولما ان شاء الله تبقى مشرك كده ولا تبقى استاس كبير. ابتدي برضو تعاملوا مع الطلبة بتوعك بال بالاخلاقيات. يعني هو ده المهم. هو ده اللي احنا المفروض نطلع بديه من المحاضرات بتاعتي. طيب اه رانيا بتقول وانا بعمل اه وانا بعمل بحس سيتم نشره. انا انا معلش بلغي الالقاب بس احنا كلنا هنا قاعدين كده مع بعض قعدة ودية. فعزرا يعني اذا كنت ساعات بستخدم الالقاب وساعات لأ فكلكم يعني اخواتنا يعني محدش يزعل يعني. اه وانا بعمل بحس سيتم نشره. طبعا استخدمت ابحاس ناس قبلي كمساعدة. هل من المفروض اني اطلب موافقة موافقة مسبقة اني استخدم الابحاس دي? طبعا قلنا لأ لو الابحاس دي منشورة مفيش طلب ان انتي تخدم وفقة من حد. امتى مفروض وامتى مش مفروض? اه وانا بعمل بحس سيتم نشره. طبعا استخدمت ابحاس نابل اه. زي ما قلتلك لو البحس منشور مش مفروض يعني تخدي رأي حد. لكن سي انتي بتشتغلي في مشروع مع حد يعني. والداتا دي تخصوكو امتى الاتنين او او تخص استاذ انتي بتشتغلي معاك. ساعتها لازم تستأذيني ان انتي هتستخدمي الداتا دي في بحسك بقى او في شيء تاني. سؤال تاني بخصوص الاقتباس من وكيبيديا. لو استعانت بخقرة من موضوع موجود على وكيبيديا لسبب مثلا انه مكتوب بشكل كويس. ونظرا لان وكيبيديا لا يصلح كمرجع للمعلومات بحد ذاته. فاخصت المرجع من مجموعة المصادر اللي استعان ديها الموقع نفسه مع العلم اني استخدمت المرجع ده فعلا. بحسي ولكن بشكل من الاشكال وجدت النقطة مكتوبة في وكيبيديا بشكل افضل واضح. لو انا استخدمت وكيبيديا عشان افهم اه انا انا استخدمتها عشان افهم. وفي الاخر لما جيت كتبت انا قريت المكتوب في وكيبيديا وقريت اللي في المرجع الاصلي. وبعدين روحت كتبت بقى عملت باللي انا فهمته. مفيش مشكلة خالص ان انتي تذكري المرجع الاصلي بس. لان وكيبيديا حتى لو حطتيها كمرجع هو مش مش مرجع علمي يعني. فافهمي من وكيبيديا واستخدميها كنوع من الفهم. لكن زي ما راجعتي للمرجع الاصلي هتكتبي المرجع الاصلي بتاعك وده هيكون افضل فتو. اه بس ما بتسأل هل المراجعين في اي بحس بيقروا اه بيقروا الايه المصادر اللي حطها الباحث وازاي يعرفوا لو عمل الباحث نسخ الحاجة بدون ذكر المصدر. اه ان الباحث كاتب اسامي ما اشتركتش في الباحث بتاعه وكمان ازاي بيتأكده من جزء اله الكلام مقطوع من جزء من جزء ان الباحث فكتبش اسامي او كتب اسامي ناس ما اشترك. طيب المراجعين مش هيرجعوا بكل المصادر. بس احيانا لو انا جاي لي بيبر وبراجعها او بقراها بعملها ريفيوينج وبعدين في حتة كده انا شايفك اه حد كاتبها مش مش واضحة. حبيت ارجع اتأكد هو كاتب ايه بالزبط? ممكن ارجع لواحد من من اللي هو حاطتها. اه كون بقى يعرف انت عامل اه كابيوب بيست ولا لأ ده فيه برامل كمان بتساعد عالكلام ده يعني يعني العملية مش بس كده تخمين. اه فيه برامل كمبيوتر وفيه حاجات حتى موجودة اونلاين هتعرفوها في مهاضرة التولز. اه لو انت دخلت البحث بتاعك او الورقة اللي انت كتبها ممكن تعرف يعني نسبة الاقتباس فيها قد ايه. فدي امور بتبقى واضح. وبعدين ما تنساش انه كل حاجة دلوقتي اونلاين ويعني مجرد صرش صغير هيوصله لكل حاجة. فاللعبة في الامور دي ايه ما ما ينفعش. ما ينفعش وممكن يضيع المستقبل. اه كونوا بقى بيعرف فيه حد من الاوتر اه من الاوتر يعني يشتغل ولا ما اشتغلش وانا حطت اسمه ومش هيعرف من زي ما قلتلك حضرتك بتبعت البحثة او حضرتك بتبعت البحث اه كcorresponding author ومعاكي ناس تانية. كون بقى انتي ضميرك سمحلك تحطي حد او ما تحطيش دي حاجة تخصك. يعني يعني انت بقى المسؤولة يعني العامل صب مش عن البحث هو المسؤول. واخلاقيا هو المسؤول لو حط ناس مش مش تركتش في البحث. فففف يعني الرفيورز ما لهمش علاقة بالجزئية دي. الرفيورز غير اوثرز. بيبقى منشار الجزء بتاع الاوثرز والبوزيشن كمان جاية من انهي مكان. يعني بتروح له كمادة علمية فقط ما فيهاش اه لا اسامي ولا جاية من اه من انهي جامعة ولا من اي مؤسسة ولا الكلام ده كله. آآ 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 بتقول بالنسبة لجزئية تغيير الداتا وتغيير النتائج. ده يعتبر غير اخلاقي. تمام? تغيير النتائج غير اخلاقي لكن تغيير الداتا ليه غير اخلاقي. يعني ايه تغيير الداتا يا اه يعني مثلا اه انا بختبر دواء معين على على مرضى او على حيوان او واتفر. ولقيت ان الدواء ده له معينة. وصيد دي واضحة جدا او يعني فيها نسبة. وما ذكرتش الكلام ده. ده نوع من تغيير الداتا. لو انا آآ يعني بستغل من الدواء لتركيزات معينة. وفي تركيزات معينة بيدي نتائج. وفي تركيزات تانية مثلا النتائج بتاعته دي بتتلغبط. ما بتبقاش واضحة. وما ذكرتش الكلام ده. ده اسمه تغيير في الداتا. لو انا مثلا آآ متوقع ترند معين للداتا. متوقع ان انا لما زود المركب ده التأسير يزيد. وكاد النتيجة غير كده. وانا بقى اصريت وحطتها بشكل ده. يعني انا القرآن اللي عندي شكل وانا لعبت فيها. احيانا ده مختلف عن حاجة تانية مثلا. احيانا لو انا بشتغل آآ على حاجة فيها مكررات كتير. وعندي مثلا خمس مكررات. الاربعة او طلعين في اتجاه. والخمسة دي حصل فيها يعني نسبة من الخلل. دي انا ممكن يعني احزف المكررة دي لانها او داتا دي قصة تانية. انما تغيير الدياتا ان انا طلعا لي داتا وروحت معدلها بشكل معين او محللها بشكل معين غير اللي المفروض تتحلل بيها عشان تظهر بشكل اخر يعني. او اخفيت مسلا التحليل بتاعها او مسلا يعني الدياتا دي ولا لقى حطيتها كده وقلت اه ده الدواء بتاعي ممتاز ومالوش معرفش ايه. ده اسمه تغيير الدياتا. اه انا مش عارفة بقى هو ده اللي تسألي عنه ولا يعني فيها ايه لما احط الدياتا معينة وبعدين اغيرها. يعني انا احط الدياتا معينة واغيرها ايه? انا عملت التجربة عدتها ادتني نتائج مختلفة هتعاعدها مرة تانية واتأكد النتائج ماشية ازاي? انما انما هو المقصود ان انا احط داتا تدي اه نتيجة غير 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 اللي انا حصلت عليها. او اه اعدل الدياتا عشان اجي انطباع للقارئ او النتيجة البحسي اديله اهمية معينة او او احطه في شكل معين يعني. هو ده التغيير المقصود بي انه غير اخلاقي. اما تغيير الدياتا اثناء ما انت بتشتغلي. وتجربة اه كانت بتاعتها مسلا في اتجاه وبعدين لما جيت عدتها اداتني نتائج مختلفة. هروح انا مغير يعني مغير الدياتا. اه. بس بس ساعتها المفروض ان انا اتأكد وعلي التجربة تاني. وتأكد من ان كل العوامل الاخرى مسبتة. والمتغير الوحيد معي هنا هو الحاجة اللي انا بدرسها. هل كل الابحاث عبارة عن نقل الابحاث تانية قبلها? لا طبعا. اه اي ما نقل بنفس الاسلوب ونحطه بين قسين. اه اما ننقل باسلوب الباحث ذات نفسه على ذكر المصدر. يعني مفيش بحث جيد لنج كده. مش واخد حاجة من ابحاث قبله. لا يعني. لا طبعا. الابحاث جديدة. لان كل بحث فيه فكرة او تجربة جديدة. اه يعني هقول لك حاجة. خليني اتكلم في المجال اللي انا بشتغل فيه مثلا. تقييم المبيدات. يعني ممكن المبيد ده يكون موجود له اه عشرين سنة. وبعدين قيموا المبيد ده من عشرين سنة له تأثير على الحشرات الفلانية بشكل فلاني. جيت انا النهاردة فيه فيه ظروف كتيرة اختلفة. فيه مناخ تغير. فيه بتاع الحشرات نفسها حصل فيه تغير. فيه فيه حاجات كتير اول. جيت قيمة المبيد ده النهاردة تحت الظروف بتاعت النهاردة. وتحت الظروف الحقلية بتاعتي اللي في الفيلد بتاع البحث تطبيقي. ونشرته. ده بحث يعتبر بحث جديد للمفهوم بتاع ابحاث التطبيقية اللي بتتنشر. ان انا درست الحالة الفلانية. اه دي حاجة يعني الحاجات التانية احنا كلنا بنرجع لريفيو عشان نشوف الناس وصلت لي ايه? ودايما بيبقى فيه اضافة جديدة او تعديل جديد او حتى استخدام طريقة جديدة او معلومات جديدة ما كانتش آآ ظهرة مسلا من يعني مسلا دلوقتي حتى اللي بنستادمها في البحث العلمي والاجهزة والقياسات بتاعتنا بات اكتر دقة وبتوضح لنا حاجات اكتر مشكات موجودة. آآ دلوقتي مسلا فيه ابحاث كتيرة بتتعامل آآآ بالمالوكير بيولوجي هي كانت معمولة قبل كده على على الكائن الكامل وما عرفش ايه لكن بندرس تأثيراتها على الجزيء نفسه على على دي اني ايه على البروتينز على وبنشوفها بشكل اوضح. احيان ما بيكونش البحث آآ مجرد ان انا عايز آآ اضيف فكرة جديدة ده انا عايز حتى افهم معلومة موجودة افهمها ازاي. فمفيش حاجة اسمها لأ كل الابحاث مش جديدة لأ ازاي يعني الابحاث جديدة. وآآ وبدليل انك لما بتقري حاجة بتضطري ترجعي البحث واثنين وتلاتة عشان تفهمي صورة كاملة. كنت سمعت قبل كده عن البحث الوصفي والتجريبي بس آآ مفيش ما شفتش اي فرق بينهم. هل هو ده الفرق? آآ هو فيه فيه ابحاث كمية وفيه ابحاث وصفية. آآ الابحاث الكمية اللي انا يعني بيبقى عندي كوانتتز او او حاجات ما اقدر ايسها. الابحاث الوصفية انا بوصف بيها يعني معين او 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 معين او ظاهرة معينة بوصفها بطرق مختلفة. آآ الابحاث التجريبية بمعنى اصح ان هي انا بيبقى عندي آآ حاجة بجربها على حاجة عشان اشوف ناتجتها ايه? يعني دواء بجربه على مرضى اشوف ناتجته. مبيد بجربه على على حشرة اشوف هيكفحها ولا مش هيكفحها. آآ لعبة مثلا او او جيمز معينة او برنامج معين هروح اشوف مستخدمين يستخدموه اشوف يعني ادي ايه هم مستخدم عنه ادي ايه بيلبي احتياجاتهم وهكذا. يمكن دي بتبقى الابحاث التجريبية. آآ الابحاث الوصفية يعني اعتقد دي ممكن تكون اكتر في الامور الاجتماعية يعني. المفروض فرضية او المفروض الخلفية العلمية بتاعتك. طيب آآ انا شايفة ان انتو بتتناعشوا في 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 الموضوع. استمروا بس انا مش بتابعة معلش. آآ بالنسبة للآآ بالنسبة للآآ هل من الصح لو مش عارفة اكتر بصيغة تانية. عمل التعديلات بسيطة كتغيير الفعل مسلا الى مصدر وهكذا ولا ده يعتبر تحايل. آآ انت جاوبتي على نفسك يا راشا. يعني آآ هو هو ممكن يكون صعب عليك في الاول. لكن صدقيني هو مع التدريب الامور بتبقى سهلة جدا. ومع تحسن برضو في آآ في اللانجوش سكيلز بتاعتك آآ الامور هتبقى اسهل. وهيبقى اسهل عليكي حتى كمان ان انت تعبري بالاسلوب بتاعي. آآ احيانا كمان العملية دي مش بس خطرتها ان انت بس بتعملي كابي وبس. حتى لو هتغيري بقى الاسم الفعل والكلام ده. احيانا بيكالكع الجملة بشكل يخليها غير مفهوم. بيخلي اللي يعني هو المفروض بتكتبيها عشان اللي يقراها يفهمها. فبيخلي احيانا اللعبة ده لطريقة اللي تتكلمي عليها دي احيانا بتخلي الجملة آآ عويسة جدا يعني مع عقربة جدع يفهم يعني. فالعملية دي مش مستحبة خالص وآآ وانا شايفة ان هي يعني بتبوز اكتر ما بتصلح. اتدربي يعني انتي ان انت تكتبي. وزي ما قلت لك هالعملية تدريب. تدريب بحث يعني. ولان مش بشكل عام ومهارات في الكتابة العلمية بشكل خاص يعني. آآ لكن ان شاء الله تبقى احسن كل ما اتدربتي. آآ ابراهيم بيسأل بالنسبة للريفرنسي. في لغبطة بالنسبة لي بين استخدام الريفرنسي بسبب اني اخدت فكرة من مقال او بحث. وبين اني استخدم لمجرد لو القارئ يحب الاستزادة في الموضوع. ما حتى لو انا ما اخدتش افكار منه. ده معنى في بعض الكتب ممكن يحط حقيقة معينة بدون اثباتها. ساعتها يكون مختلف عن ذكر معلومة من مصدر اخر وعمل افراد. المحير في الامران على حسب فهمي الاتنين بيستخدموا نفس العلامة. آآ يعني انت رجعت المعلومة. المعلومة دي مشروحة في في مكان تاني. لو انت مش عايز تكتب الشرح او الشرح ما يهمكش. انت بتكتب انا خدت المعلومة دي من المكان ده. اللي ما فهمش المعلومة وعايز لها شرح هيرجع للمكان اللي انت حطه. يعني ساي هيرجع للكتاب اللي انت حطه. وبعدين وهو بيقرأ بقى المكان المصدر الاساسي للمعلومة بتاعتك. اللي في الكتاب ده. لقى انه فيه تاني للكتاب هو بقى يرجع له. انما انت مش هتحطه. يعني انا بس اخدت المعلومة مليش دعوة لو انا مش محتاج شرحها في بحسي ومش هحط حاجة عن شرحها مليش دعوة. القارق بقى اللي هو يعني شاف المعلومة دي وعايز يستزيد في القراءة عنها. هيرجع للريفرنس اللي انا حطاه. والريفرنس اللي انا حطاه هيرجعه للريفرنس اللي بعده. وهكزا. وده هتلاقيه لو انت كده بتحاول تفهم موضوع. هتلاقي دايما. آآ يعني الموضوع ده فلان وفلان وفلان قالوا عنه. كزا كزا. وبعدين طب كزا كزا دا يعني ايه. وجاي منين ومش عارف ايه. هتروح انت بقى جاي لفلان وفلان دول اللي تكلموا عليه. وجاي بالبيبر بتاعتهم. احيانا تلاقي هو في البداية عشان يشرح الموضوع يقول لك فلان اللي قال في الاول او شرح كزا. ترجع للتالت وهكزا. فده ده انت هتلاقيه حتى في فقرياتك يعني. ففي الحالة دي هتحط زي ما بقول لك المكان اللي انت خدت منه معلومتك. آآ بياخد نفس العلامة يعني. آآ ما بنحطش احنا مع معلومات في في البحث للأستزادة وبس. يعني ذكرت المعلومة عايز استزادة هيرجع للبحث بتاعي. لو في معلومات اكتر هو عايزها. البحث الريفرنس اللي انا حطاه. لو في معلومات اكتر هيلاقي معلومات اكتر دي. آآ يعني الريفرنس ده بيرجعه للمكان اللي في معلومات اكتر. آآ آآ اسماء بتقول بالطريقة اللي شفتها البحث العلمي في مصر ينقصه كثير. وبالاضافة الى البحث العلمي شيء صعب بحد ذاته. بالطريقة دي يكون اصعب هل دي طريق التفكير صح? اسماء ويف مصر صح? ما معرفش. يعني برضو احنا دي مواضيع للنقاش ومواضيع خلافية. وانا رأيي برضو ان احنا نبدأ بنفسنا. نعمل احنا بالبداية الصح. وخاصة لو احنا عايزين نبني مجتمع صح. وهو مش هيطلع كده المجتمع الصح بنا يعني. يعني يعني اجي الموجود مثلا اللي احنا شايفين منه اخطاء ده ده مروح. حتى لو كان يعني هو اللي ماسك مقاليد الامور وكل حاجة. لكن هيعيش قد ايه? او هينتج قد ايه في مجال البحث العلمي? اللي احنا لسه بنبدأ فيه. او اللي انتم بمعنى صح يعني لسه بتبدأوا فيه. فانتوا ابدأوا على نور زي ما بيقولوا. ابدأوا صح. اه ابدأ بقيمك انت كده وابدأ. كون انت زي ما قلت القضة يعني انت انت حد عرف. فيه ناس غيرك ما قتحت لهمش الفرصة حتى ان هو يعرف انه انه فيه اه صحة وغلط وفيه اخلاقيات وفيه الكلام ده. كمان لو انت بتفكر ان انت تكامل دراستك برا او ان انت حتى تطلع تعمل بحس برا. لازم تكون واخد بالك جدا من الحاجات دي. وتكون بتاعتك وان لما الناس نسأل عليك يعني ما يكونش في اي شبهات حواليك وحوالين شغلك. اما بقى يعني ايه اللي بيحصل في مصر ودي طريق تفكير صح ومش طريق تفكير صح. خليك انت في تفكيرك وصلحي تفكيرك وان شاء الله ان شاء الله يعني الامور تتحسن. خليك يعيشها بالامل يعني. ايمان بتقول. انا جوابت على السؤال ده. اذا اي جولنر جولنر لازم تنشوري لي ايمان. لو انت بتنشوري عشان تعملي كده ايمان والبحث بتاعك الناس تشوفه وعشان تسيبيه بتاعك كمان حتى او تقدمي لمنحة او كلام ده كله يبقى لازم تهتمي بالامباكت فاكتور. لو الامور محلية يعني انا عايزة بس اخلص درجة علمية ومن طلوات الدرجة العلمية دي ان انا اكون نشرت والسلام. انا عارفة ان هي حاجة مش كويسة بس احيانا بتضطر يتلجئ لها. خصوصا عندنا هنا في مصر يعني انت لازم عشان تناقش الدرجة العلمية بتاعتك تكون تكون خلصت نشرت بحث. والبحث ده لازم بتنشر بسرعة. ويعني ايه هو كواليتي بتاعت الرسالة كلها والمشرف اللي معيك والشغل وكله على قد حاله. ففي الحالة دي يعني متتمسكيش بالامباكت فاكتور. هو دايما انت بتشوفي هدفك ايه? وتحاولي تقليمي نفسك عليه بما لا يخالف الاخلاق. فهي النقطة دي برضو هتختلف من من حالة لحالة. انتي انتي ايه الاهم بالنسبالك? الاهم بالنسبالك ان انت تعملي اه بابلشنج في في جورنال محترم وان الناس تبقى شايفة وان ان انتي هتقدمي السي في بتاعتك دي تكون اه هوية? ولا الاهم من حاليا ان انا خلص الدرجة بتاعتي وخلاص. فده بيتوقف على على الحالة بتاعتك يعني الامر يرجعلك. وبرضو انا انا متأكدة انه في الاول وفي الاخر في مصر عندنا المشرب بيكله تدخل شديد واحيانا بتضطري يعني تخضعي لرأيه لان زي ما بنقول كده ايه روحنا بتبقى تحت ايده يعني وعندنا الامور بتتاخذ بحساسية يعني انتي لو نقشت المشرب احيانا بتتفهمي غلط يعني موقف افتكره من من ايام الدكتوراه لما انا عملت الجزء العملي برا ولما رجعت اه يعني كان المفروض اكتف في وقت معين وحصل ظروف ويعني وحصل تعطيلات كده وطول الوقت فكان اه خلصت يعني عدى وقت على الكوالفين فلازم اخد كورسات كده اداريا تبع النظام الجامعة فكان لازم اخد كورسات بالرغم اني خلص كوالفين وخلصت خلصت بحسي وقلت يعني عربت ناقش يعني فناقشت مع مشرفتي في الكورس اللي انا هاخده ففي عندي مختلفة ان انا اخد كورس فمن ضمن قالت لي على كورس محدد فانا كان ايجابتين الكورس ده مش هيفدني اه مش هيفدني في الكارير بتاعي او التخصص بتاعي ده المعنى اللي انا قصدته اللي اتاخد بقى واللي اتفهم انه معناها انا طلعت برة وجيت فانا مش عاجبني خلاص بقى الاساس اللي بيدرسه هنا ولا الكورس بتاعتهم ولا اتاخد التفكير غلط فكانت مشكلة كبيرة يعني اه فاحينا برضه لما بتتناقشي مع المشرف المصري هنا اه بتكون الامور فيها حساسية والامور خاصة لو كان كبير في السن يعني بالذات الكبار في السن بيبقى عندهم يعني ايه اه بيبقى عندهم بعض المشاكل يعني طيب انا كده الحمد لله يعني مش بصدق بصراحة ان انا جودت على معظم الاسئلة او كلها على ما اعتقد ومش عارف انا ختم من وقتكو كتير وفي الاول انا بدأت متاخر بس انا ما عنديش اه منع افضل معاكم لو حد بقى يعني حابب اه يسأل في حاجة يتكلم في حاجة انا انا ما عنديش مشكلة انا انا open time معاكم المهم انتو تستحملوني بقى طيب ايا اكيد معانا وايا اللي بت يعني بتدير المحاضرة فايا تقول لنا عندنا وقت ولا ولا ايه القسطة ترجمة نانسي قنقر طب يومنا يومنا وما فيش مشكلة للي عايز ينسحب يتفضل وما فيش اي مشكلة. واللي برضو عايز يستنى او عنده سؤال انا تحت امركو يعني شوفوا انتو حدين ايه وانا معكم. وبرضو ايه تقول لنا احنا احنا ايه القصة يعني? استاذ ايا? جمالة عنده سؤال طيب حد ممكن يكلمنا بالمايك? طيب احنا ممكن اللي عنده سؤال يستخدم المايك على فكرة. على ما اعتقد يعني بآية. احنا معنا دلوقتي دكتورة راشا ايه? ما شاء الله. يعني ممكن تجاوبنا على الحاجات اللي انا ما عرفتش يكاوب عليها. اللي تخص كمان الابحاث الطبية بالذات. دكتورة راشا معنا? بحاجة يرد علي يا جماعة. الصوت بتاعي وصل. تمام انا سمع حضرتك. تمام تمام. جزاكم الله خيرا. ربنا يكميك دكتورة منار. انا اقفل المايك. ربنا يكميك زاكم الله خيرا على. انا اقفل المايك عشان اسمعك. اوكي? طيب تمام. طيب انا شخصيا استفدت جدا من الاجابات بتاعت حضرتك يعني في الاسئلة والاسئلة كلها كانت رائعة. اه بالنسبة الموضوع لطب وهو فيه لجنة للاخلاقيات البحث العالمي زي ما دكتورة منار قالت بتبقى موجودة في الكليات ومن ضمنهم كليات الطب. والمفروض ان اي بحث من ضمن الاجتراكات الاولانية يعني اللي انا عرفه حتى حدود معلوماتي ان زي ما احنا بناخد موافقة على البروتوكول اللي احنا بندخله المفروض كمان بيبقى احيانا من موافقة بتاعت البروتوكول دي بتتتضمن احيانا موافقة من لجنة الاخلاقيات بتاعت البحث العلمي. اه عشان يبقى اه ابرو. اه كمان لو انت في اللحظة وما تبصوا على المنشورة هتلاقوا ان دايما اه بيكتبوا مسلا لو بيتعاملوا مع حيوانات او اي حاجة بيقولوا ان الكل كانت اه تابعة لل يعني اه للاخلاقيات البحث العلمي المقررة حسب المؤسسة الفلانية. اه كل واحدة على حسب دولته يعني. فالمفروض دي كمان حاجة بتنشر في نفسها. فعشان كده لازم وانت بتعمل بحث انك انت بتشوفها. اه بس ده بالنسبة للتعليق على موضوع الابحاثة الطبية. اه طيب اوكي. طب دكتور ما اساعد حضرتك ان في اسئلة هما تكتبت في الاخر. فالو احب حضرتك انا اه. اه تفضلي. تفضلي للاسف ما تبعتش كويس عشد. طيب انا حقول لحضرتك الاخ eine حضرتك تجاوبي تمام? يعني تفضلي. طيب تمام. آآ اه. هو في سؤال جه بعد كده عن طيب اه في سؤال بتاع هداية اللي هي تقوية جامعية وأريد أن أنشر بحث معين هل من الممكن أن أبدأ بمفردي وما الخطوات التي أجب علي اتخاذها وهي قسم هندسة معمارية طيب هو أنا يعني مش فاهمة قوي في الهندسة بس اللي عرفه أنه في كليات الهندسة في مشروع تخرج وأنه ده بتعمليه مع مشرفين أو الأسازة بتوعيك والحقيقة أنا شفت طلبة قريدي نشره في مؤتمرات عالمية يعني معناها أنه فيه ناس متفاهمة في كليات الهندسة وأنك تقدر تنشري لوحدك دي صعبة جدا أو أكد أقول يعني مستحيلة خاصة لما تكون أول تجربة لكي فأنصحك أنك تشوفي أستاذ مهتم نشيط تسقي فيه وتبدأي تشتغلي معاه أو تشوفي أن ده تعمليه مشروع تخرج بالتعاون مع زملائك وتبدأوا تنشروا الموضوع ده سوا ويمكن بقى لو مش عارفة أنت من جامعة اسكندرية ولا من أي جامعة إحنا عندنا هنا في جامعة اسكندرية فيه مثال وكان مثال رائع يعني وأكتر من حد يعني كمان فيه فيه ناس بتشتغل مع مع ذكاتك بره وينشروا أبحاثهم وهم طلبة فلكن كونك تشتغلي لوحدك هيبقى صعب شوية يعني مش مش شوية صعب كتير شبه مستحيل فأنصحك فعلا أن أنت تحاولي تشوفي أستاذ تشتغلي معاه بس برضو يعني إيه خليكي كده زكية في اختيار الأستاذ اللي هتشتغلي معاه يعني خذي وقتك في أنك تبحث عن الحد اللي تكلميه في مشروعك ده أو في البحث بتاعك تمام يا ربي كده كنا عرف تجاوب يعني في سؤال تاني برضو اللي هداية بتقول ما هي الخطوات التي يجب علي اتخاذها لكي أصبح ريسيرش ستيدنت وأنا طالبة جنعي يعني عشان تصبحي ريسيرش يعني إنك تبدأي تدخلي في الكارير بتاع البحث ده غالبا عندنا تبقى أي من البحثات الأولية ولو أنت لسه طالبة برضو زي ما بقولك هتشوفي في كليتك الأسازة الأكتف وتحاولي تكوني يعني فيه connection كده بينك وبينهم تتناقشي معاهم وتعرضي عليهم إن انت ممكن تسعديهم في الشغل المعملي بتاعهم أو العملي أو إن انت عندك وقت حتى مثلا في الصيف تقضي معاهم تتعلمي منهم فيه كمان أعرف بالنسبة لطلبة هندسة كمان بالتحديد أوقات كتير بيخرجوا برا يعملوا حاجة اسمها يعني training كده في أوقات الصيف شهرين ثلاثة يعني خليكي أكتر يعني مرتبطة بالناس اللي في تخصصك شوية عشان تعرفي هما بيعملوا إيه لأنا عرفوا إنه فيه ناس كتير بتطلع وهي لسه طلبة يعني بيطلعوا فترات تدريب تدريب برا وده بيفيدهم جدا طبعا الخطوة يعني هتبدأ من وانت طالبة وبعد كده هتدخلي بقى في مجال الدراسات العليا يعني سهل جدا أنك تصبحي ريسر تركيزي يعني عايزة تركيز شوية يعني وربنا يوفقك إن شاء الله يعني هو كمان فيه أسئلة يعني إلى حد ما يعني جاوبت عليها قبل كده يعني مثلا فيه ناس بتقول لو نشرت بحث وفيه لا لو نشرت بحث وفيه داتا معينة وبعد دي عرفت إن فيه معلومات أدق أو إن فيه حاجة في البحث مش دقيقة إيه المفروض عمله في حدات جاوبت علي السؤال ده قبل كده آم تمام برضو فيه سؤال تاني اللي هو هل ممكن ننشر في جورنال صغير في الأول عشان الوقت ونعيد نترو بعد جورنال كبير؟ وهل لازم أضيف عليه؟ لو نفس البحث نشرتيه في جورنال صغير ما ينفعش تقولي لي أنشره في جورنال تاني يعني برضو ده حاجة غير أخلاقية هضيف عليه؟ لا الجزء الاثناشر ما هضيفش عليه لكن هضيف بقى بعديه خطوة تانية كبحثة آخر مبني على البحث ده طبعا ممكن حكايته نشوري في جورنال مش قد كده عشان الوقت برضو زي ما قلت دي ترجع يعني درسي إيه الأهم بالنسبالك؟ ودي بتبقى يعني هتختلف برضو من حالة الحالة زي ما قلت أنا الأهم بالنسبالي تسي في بتاعتي والكرير بتاعي أبدأه يعني وأنا حد كده والسي في بتاعتي سترونج ولا الأهم حاليا إن أنا أخلص عشان أقدر أحصل على فرصة أحسن أو أحصل على يعني منحة والكلام ده كله ده كله يتوقف برضو على الحالة بتاعتك انت بالك أدئي في الماجستير مثلا هل لسه قدامك وقت طويل ولا ولا أنت عايزة تخلصي بسرعة أسنة سبوسيبول ولا يعني برضو دي هتتوقف على الحالة زي ما قلت قبل كده آآ في سؤال لدينا بتقول هل في فلاتر أقدر أمرر عليها بالبحث بتاعي قبل النشر بحيث تأكد من إنه خادم من مخالفات البحث العلمي آآ مخالفات الأخلاقيات مش 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 هتمر كلها لكن المخالفات الخاصة بالكابي باست وبالكتابة ممكن جزء منها بيشوفوا مثلا حاجة زي الحاجات دي هتقع فيها إن شاء الله في المحاضرة تمنى أو تمنى تقريبا المحاضرة اسمها تولز هتعلمك حاجات كتير عن الأمور دي في البداية لو أنا فعلا اتبعت إن أنا ما بخدش حاجة كابي باست بمشوفة بقى الآن يعني خلاص طالما أنا أنا من الأول أنا باخد البيبر وبقراها وبكتب باسلوبي مفيش كابي باست كل حاجة مستخدمة هات الريفرنس بتاعها آآ مش المفروض إن أنا أقالى ومع ذلك زي ما قلت لك في فيه تولز هتساعدك تولز أونلاين ممكن أحط لك الرابط إن شاء الله أو زي ما قلت لك هتعرفي كل التولز دي في المحاضرة آآ المحاضرة التمنى اللي هي اسمها محاضرة التولز أو الأدوات آآ في سؤال من الرشا عن بتقول لو استعمت ببحث معين ومعملت لهش هل يعطبت هذا التصرف مخالف أخي أكيد 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 أمو احنا بيقول ايه بالصبح أي حاجة بتستعيني بيها سواء في الطرق أو في آآ في التسكشن بتاعتك أو أو يعني أي حاجة استخدمتيها وانتي بتشتغلي أو انتي بتكتبي آآ هتحطيها سواء أنا رجعت للبحث ده عشان أعرف منه الطريقة دي بتتعامل ازاي او رجعت له عشان افهم حاجة او رجعت له عشان احل في التداتة بتاعتي كل ده لازم بيتحط لازم احط يعني اعمل لكل حاجة استخدمتها آآ سؤال من وراء بتقول له نشرت مجلة او صحيحة آآ بنشرة البحث بتاعها او رسالتي مش ممكن تتاخد من المصادر غريبة مسلا وياخدوها وتنزل باسمها في مكتبات حتى ومشرفي نسمعتش معلش مش ممكن ايه؟ مش ممكن آآ تتاخد من مصادر غريبة وتنزل باسمهم يعني حد يعيد نشر المعلومات اللي هي اولادي نشرتها آآ واللي هي كده خلاص حامت البحث بتاعها بمجرد هو ده هو اللي هيبقى بقى عمل مخالفة اخلاقية بمجرد انت بمجرد انت نشارتي انت كده صاحبة الحق في اللي نشارتيه كون حد بقى يعمل له هو بعد كده هو العمل المخالفة الاخلاقية والجريمة عنده يعني جريمة وانا بعتبرها جريمة يعني بس انت معلك اي مسئولية في الحالة دي دي مش 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 مسئوليتك دي مسئولية اللي عمل كابي بس اللي ااخد شغلك وعمل له كابي يعني مش 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 مسئوليت انت نشر دملك حقك خلاص في القصة يعني اه وبتسأل هل لو في نشر في مجلة هل ينفع اني انشرها في مكان تاني ولا لا اعتقد اتكلم برضا اه لا اه ما ينفعش هو خلاص الشغل نفسه مدام اتنشر في مكان انتهى يعني لو في خلاف بينك وبين مشرفك عايزة انشوف المجلة دي وعايزة انشوف المجلة تانية يا صف الخلافي هتردخي بقى لرأي المشرف زي ما قلنا بقى لانه لان انت في وضع لا تحسدي عليه لو انت في مصر يعني لكن اه انا شعر في مكان تاني ده غير ممكن وبعدين فيه ناس بتعمل النقطة دي انه بينشر في جورنال من اللي هم مش موجودين اونلاين زي ما قلت الجورنالز اللي في الجامعات واللي هي بتبقى شبه محلية كده وبعدين يروح يقدم ده في انترناشونال جورنال اه الحقيقة هي عملية غير اخلاقية ولو عدت مرة مش هتعدي بعد كده يعني 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 انت بتبني كارير وبتبني مستقبل فخليك حاسر من حاجات ممكن تضيع الدنيا كلها يعني. تمامني ايا في اسئلة كمان? اه في سؤال اه من وداء اخر سؤال. بالنسبة للبحث هل لازم يكون ليا مشرفين وتابع الجامعة معينة? ولا ممكن اشتغل لوحدي سواء بصورة فردية او مجموعة مع بعض اصدقاء او فريق عمل ونعمل التجربة وننشرها في النهاية في اي مكان موثوق منه او يعني ياخدوا بيها النوبل. اه جاء مثلا في فيلم وثائقي اه اللي كان عليه الواجب التالت كان جايب ان فيه بحث فردي من بعض العلماء او هو صديقه مثلا وهل ده لازم يكون اكتشاف جديد تمانا وده ممكن اضافة على حاجة صادقة. يعني هي عملية البحث العلمي الفردي دي موجودة في الغالب اه عندنا في مصر بكسرة. اه هي برة مش موجودة بكسرة لان حتى من المتطلبات الترقية عندنا هنا ان يكون الباحث نشر بحث فردي. هي حاجة مش لوجيك لانو اه حقيقي حقيقي بجد. اللي اشتغل في البحث العلمي عارف انه ما فيش حاجة اسمها بحث علمي الوحدي. يعني اروح كده مع نفسي واشتغل واطلع بحث كامل. اه دي حاجة كده من ضرب الخيال يعني. حتى الواقع اللي بيحصل البحث الفردي اللي بينشر بيكون معمول معناس تاني. فكونك تقولي انا مش لازم ابقى تبع مؤسسة معينة. مش لازم. مش لازم تبقي تبع مؤسسة معينة. افرد انا بحثة وعندي زملائي في في مجال تاني او حتى في نفس المجال او 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 لسه في او واخدنا بعض وعملنا فكرة ونفسناها. بس حضريك نفستيها فين? الفكرة دي مسلا لو حضريك في قليلة هندسة فين اللي عمل وفين الحكاية اللي نفستي عليها الفكرة وبعدين في الاخر لما تيجي تعملي سبميشن للفيبر هتكتبي البوزيشن بتاعك ايه? يعني هتكتبينك طالبة مسلا في كلية كزا. فبرضو بتاعك راجع لان انت المفروض تكوني عملتي البحث في كلية كزا. حتى لو انت يعني ايه بشكل ما عملتي البحث في حتة تانية يعني. اه كونوا بقى يوصل لنوبل او ما يوصلش لنوبل. نوبل مش بالاختيار ولا بحد بيقدم لها ولا بالوسطى. اه نوبل لما بحثك بيعمل امباكت والناس بترشحوا اصلا للجايزة بيحصل عليها. فيعني ان شاء الله ان احنا نشوفك معاكي نوبل قريب يعني ربنا ياسر. اتمنى ان انا اكون جاوبتك كده يعني. تمام حد معي ولا انا? او تمام دكتورة ربنا كمك. هو انا مش لايه اسئلة بقى تانية يعني تقريبا كده ان شاء الله كل الازم. طيب الحمد لله كده تمام يا شباب ولا في حد برضو مازال محتاج اي حاجة? اه في علي عند سؤال كده على الشات دلوقتي. انا نص سؤال عندي ونصه مش باين. فقط ما عندناش. تمام. من فاطك يا ايا معلش انا تعبتك. اه في حد بيطلب الايميل بتاع حضرتك. الايميل? اه. بتاع مين? بتاع حضرتك. الايميل بتاعي انا? طيب اه ماشي اوكي اه اكتبه لكم. اه اكتبه لكم حالا. مفيش مشاكل. طيب انا للافظ انا مش اجيك اسفولر. او في الايميل بتاع اجيك اسفولر. فانا مش هادرة تديك المايك يعني. فممكن لو سمحت تكتبه. اه لان اعتقد الورجنيزر هو اللي ممكن يدي المعامل. طيب يومنا بتقول لي اي حاجة تواصلت يا محاضر. احنا مش ساوى على صفحة المعمل يا يومنا. احنا ساوى على صفحة المعمل. وبشكل شخصي انا هحطي لكم الايميل الشخصي او ايميل المؤسسة الخاص بيا على صفحة المعمل. حاضر. هو عارض حتى السؤال بتاعه. دي يا واحدة. هو بيقول اه. دي يا واحدة. هو بيقول الحالة المفروضة اني افسد. احنا اخذ سؤال عادي. اه اه ممكن افتحه المايك يعني. طيب تمام. طيب اتخذ بدي. طب علي انت معاك المايك ايضا? طيب انا دلوقتي اتعاد بقيت بنت لغباطة. انا معايا دكتورة راشا ولا معايا ايا. بس انا بشكركم انتو الاثنين يعني. حضراتكم مساعدتوني كتير. جزاكم الله خيرا يعني. انا بجانب. انا افتحه المايك. كتيرا حاندة. علي هو واضح أن هناك مشكلة ياما من عنده تايما في المايك علي اكتب السؤال لو انت مش عرف تدخل قبل المايك ياريت تكتبه تاني لو سمحت علي طب اكتبه تاني معلش لو احنا حتى ما جاوبناهوش فممكن يكون فات في الشات انا انا شخصية معرفش اقراه يعني او ما شفتهوش هو كتب السؤال ممكن اقول له حضرت قال انا بكتب بحث انا بكتب بحث هل المفروض ان اه سامة حضرتك هو علي بيسأل هو بيكتب بحث هل المفروض انه يدخل في الموضوع على طول ولا اشرح لملامح العامة لموضوع الدراسي علما بانها تتأخذ عدد طفحات كثيرة تما الصواب لا طبعا الصواب ان انت في الاول في الانتروديكشن بتدي فكرة عامة عن الموضوع تمام اكمل في حد سمعني المفروض انه في الانتروديكشن بتاعة البيبر بتدينا فكرة باكجراوند عن الموضوع ممكن تختصرها بقدر الامكان لكن ما ينفعش تدخل في الموضوع كده ومحدش يعرف ابعاده ان شاء الله خلال المحضرات الجاية بس انت لازم يعني القارئ يدخل في الموضوع ياخد باكجراوند حتى لو كان مش متخصص قوي انه يعرف حتى يرجع لايه علشان ياخد معلومات يفهم بيها الموضوع فدي مهمة الانتروديكشن او جزء من المهام اللي بتعملها الانتروديكشن في البيبر لسه في عندك اي اسئلة خلينا نتنقش على صفحة المعمل ويعني ان شاء الله ابقى معاكم وان شاء الله نعمل لقاء تاني اون لاين هدير بتقول حاجة حاولت افهمها ومقدرتش يحطها في البحث السؤال مش واضح طيب يعني شد الجيبلي نص السؤال احط في البحث معلومات مش عارفها او مش فاهمها لا يعني مش مش عارفها او مش فاهمها احاول اشوف اه اسأل حدي فاهمها لي او يعني احاول افهمها ما ينفعش احط حاجة مش عارفها او مش فاهمها اذا كنت انا مش فاهمها ازاي في البحث البحث بتاعي واصل فكرتي واللي انا عايز اقوله للناس اللي هتقرأ البيبر بتاعتي لازم احاول اه افهم ولو مش قادر اوصل لحاجة ها حاول اسأل حرف نفس تخصصي يساعدني فيها علي انا انا جاوبت على حضرتك وقلتلك انت بت الكتابة في الاول انت ممكن تكلاقيها طويلة اوي وبعد كده بتعمل لها ايديتينج وتبدأ تختصر في الكتابة اه لحد ما توصل لعدد الصفحات المسموح دي في النشر يعني كمان فيه جورنالز بتحدد لك عدد معين من الصفحات فيه سؤال حباك تماعين مجلة محلية وبعدين في مجلة دولية انا انا ما حبزهوش وشايف انه غير اخلاقي ايوا اه اه في سؤال اه 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 لو فيه تيم شغال مع طلبة شغالة مع بعض وهم اسمعهم اه دكتور دائم يعني بس هما لما بيحتاجوا حاجة بيرروحوا يسألوا اه اه دكاترا يعني الموضوع كده هيقدر هيقدروا يكملوا ولا لا والله لو قدروا يكملوا برافو عليهم اه بس اه انت ممكن تكون مش ماشي صح يعني ممكن تكون بتضيع وقت في اتجاه مش مش الصحيح اه عشان كده زي ما بقولك دي مهمة السبورفايدر او ان يكون معك مشرف او حد عنده في مجال البحث العلمي ده اللي انت بتشتغل فيه اه والله قدرت توصل لوحدك ولايت اجابات كاملة عن اللي عندك اه دي قصة تانية انا انا ما جربتها شخصيا بس اه باعتقد انها يعني هتبقى ندرة الحدوث لانه حتى حتى الباحث نفسه اللي بيشتغل في مجال البحث بيبقى محتاج اه في وقت معين او لفترة طويلة ان يكون فيه ومحتاج يتناقش مع ناس اه في نفس المجال وناس عندهم يعني خبرات في المجال اه كونك لسه طالب وزميلك طلبة وبتعملوا بحث وعايزين تنشرون واحد بكم اه هففل ان انت تقدر يعني بس زي ما بقولك ممكن تكون اه بتضيع اه وقت طويل في حاجة ممكن توصل او ما توصلش وممكن تكون ماشي كل اتجاه اللي مش مش صحيح فهو يفضل لو معك مشرف او معك دكتور او حد حتى باحث عنده خبرة يعني وكده احنا يا شباب ريبا احنا غطينا كل الاسئلة غطينا كل الاسئلة اللي كانت موجودة في الفون وست اللي موجودة على الصفحة انا سألتوها هنا احنا بشكر دكتور بنيل انا اتمنى ان انا كنت غطيت الاسئلة فعلا وبرضو احنا بنا يعني الحوار مفتوح على صفحة المعمل واي اسئلة عندكم ما تترددوش ان انتو تبعتوها ان شاء الله تتجاوب يعني حتى لو يعني لو انا مش هقدر اجاوب في مجموعة جديدة دكتور رشا ربنا يكرمها دكتور احمد ودكتور محمد وكل المجموعة في المعمل ممكن يساعدونا فيها ان شاء الله شكرا شكرا يا شباب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا